اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا بلاش بقى ادهاء انك تاخد دماغك المتستفى دي لتحقيق اغرض لا تؤدي الى العدالة اما الغباء فانت تصور انك ازكى من الاخرين او ان في حد حينسى لا انت جاي بقى دماغك متستفى كويس عموما دي حلقة مهمة جدا هذه ابرز عنوينه مقالي ومقاله واخرتها الغربال عندما يطير الدخان وبعض متلسانه وشاهد شاهد من اهلها والشموع الحمراء عن دولة حسين رجدي باشا لكن في اسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء ومجلاتنا اليوم ومن اربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة قبل ما ندخل فيه عايزين نطمنكو على احوال الفريق الفريق الاهلة مر للنهاردة استعدادا للقاء القمة بداية برنامج جدي جدا بيقوده كابتن سامي عمصان بعد توليه مهمة المدير الفني عقب رحيل بتسو موسيماني الفريق بدأ يستعيد اللعابة الدوليين كل عناصرها الدولية اللي رجعوا مع المنتخب انتظموا في التدريبات حتى اللي كان عندهم اصابات زي حمد فاتحي ومحمود متولي انتظم ايضا في التدريبات وتم توفير كل المتطلبات الفريق استعدادا لدخول معسكره المغلق ده في تفاصيل كتيرة في الكرة حنيجي ليها لكن الاستهلالية المهمة للمهندس عدلي تخلينا لازم نلعب ضربة البداية معه مقالي ومقاله واخرتها واخرتها النهاردة تعارفين النادي اللي قدم مزاكرته لاتحاد الكورة رفع كل شكواه الى اتحاد الكورة والى السيد وزير الشباب والرياضة على ما شاهده نهاي دورة ابطال افريقيا من احداث كثيرة جدا واهمال لحقوق النادي اثرت على فرصه في المنافسة هقول لحضراتكم قرارات مجلس إدارة الاتحاد بعد اجتماعه اليوم ونشوفه اخرتها ايه مع المهندس عدلي قرارات مجلس إدارة الاتحاد اولا توجيه الشكر لليهاب جلال المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني التفاوض مع مدير فني اجنبي لاتحاد الكورة التفاوض مع مدير فني اجنبي للمنتخب الاول التفاوض مع مدير فني اجنبي للمنتخب الاولمبي تكليف حازم امام ومحمد بركات عضوية المجلس بانهاء التفاوض مع المدربين وتعيين مدير تطوير اجنبي للجنة الحكام ابتداء من الموسم القادم وتكليف حازم امام ومحمد بركات بتفعيل دور الاكاديميات وترخصها تكلف وليد العطار المدير للتنفيذ بإعداد مشروع شروط القيد للموسم الجديد ومراجعة لقاحة شؤون اللعبين وتفعيل تشكيل لجنة فض المنازعات بدءا من الموسم القادم فضل عايش تعرف أخرتها وعايش تعرف أنا أولها استهلت الكلام بالطريقة دي ليه لازم قبل ما نحلل اجتماع اتحاده الكرة وقراراته اليوم برجع قدام شوية وراء شوية اتحاد الكرة كان أمامه موقفين موقف فساد إداري هو متهم به متهم إنه يأما الدحك عليه يأما هو بيدلس يأما هو بيوجه ملاش تالي وتم عند أثارة مشكلة لماذا أخفى اتحاد الكرة أو لم يطلب تنظيم صرف النظر عن الأهل وزمالك مشاركين لماذا لم يطلب تنظيم هذا النهائي لديه تحسبا لما قاله فوزي لقطع من محاولة صح بالبوساط سيبك بقى من أهل وزمالك التنظيمي وأن المغرب تبهي توجه الفرق الإفريقية كما يحدث في السنوات الأخيرة وبينظم لتاني مرة هو سنة اللي فاتت ما هو طلب التنظيم الإتعاد المغربي ولم يصل أي من الفريقيه الكبار إلى النهائي ما اعتذرش تمسك بالتنظيم هو عاجي يقول أنا هنا أنا أرض أفريقيا أنا أنا برحم بيكو أنا 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 هذه الرسالة لسزاجة التعامل بالانتماء ما وصلتش عند المسؤول الذي فعل هذا والذي يجب أن تسفر التحقيقات في الإفسار عنه ومجازاته وهو ومن خلفه لأن فيه عمده هنا ما فيش حسنينية وحقول لك لو ترجع قبل كده بس مش وقته وحجيب لك أمثلة كثيرا كثيرا كيف يواجه اتحاد الكرة ويبني مواقفه في المشكلات حتى التي تلك التي تفوز بها بأحكام نهائية تبقى لأطراف المشكلة طيب اتحاد الكرة ارتكب خطأا سازجا كاشفا أنه طلع رئيسه ورح هاي الكلام وتراشق الله أعلم إذا كان المسرحية دي مرتبة أنه يهاجم أحمد مجاهد وهنا بريدة وهم يجموه وبعدين يروح طالع مفاجئنا نحن بندرس سير ذاتية فيه إشارة واضحة إلى رغبته في إنهاء مهمة إيهاب جلال وهو فيه على متن الطائرة ليتحول الموضوع إلى تعاطف جارف مع الكابتن إيهاب جلال وتتحول هناك المشكلة الرئيسية الإدارية المبنية على فساد واضح إلى طب هنعمل إيه مع المنتخ ليتصور اتحاد الكرة أنه بهذه القرارات أنه أزكى من الجميع تعالي ندرس بداية أنا ما كنتش مع نغمد هاخدها بقى في إطار قرار اتحاد الكرة بتعيين كابتن إيهاب جلال وقرار اتحاد الكرة أو الإشارة إلى إنهاء الاتفاق معه ايه اغتنم اتحاد الكرة الهيس اللي حصلة ظنن منه أنه بيدفن عضية الفساد فقال لك أنا هو حطل عاخد قرارات ها وغازل بها الرأي العام وعداني العيم فأنا كنت ضد أن يستقيل لأنه عين مدرب والمدرب لم يوفق ومعاييرك في التعيين ايه هذه يعني محاولات إدارية بتحصل إلا قبل جاب الكابتن حسام البدري وبرضه كان في موقف الكابتن هاب صحيح ما عصلتش كوارس في وقت حسام البدري ولكنه لم يمكن من الاستمرار بدعوة سوء العروض مش سوء النتائج ليأتي كيروش ويشقل بين الكرة مصرية ولكن بيوصلنا إلى نقاط محدش كان متوقع من نص الله فيبقى نجح من منظور البعض يعني لكنه هدم جيلا أو معنواة جيل محتاج وقت للتعافي من عناصر منتخب الرئيسية بدعوة أنه بيجرب ماشي يعني هو كان ممكن يعمل كده لو قعد 3-4 سنين زي ما فيه كلام دلوقتي أنه حييجي يقعد 3-4 سنين يبقى بيبني فرقة هو مسؤول عنها من إيه تزد من نجدعو به وحنوقف جام طيب اتحاد الكرة خد حفنة من القرارات بذكاء إذن أنت عليك المشكلة اللي الناس بتقولك استقيل بسببها أو أنت تصورت أنا المطالبة باستقالتك كانت بسببها لكن لا بإذن الله سوف تقال بسبب المشكلة الأساسية لن يترك هذا الأمر والأهل لن يتركه عايزين نعرف إيه اللي حصل ومين اللي بيوصلنا إلى هذا لأن كل الخطابات اللي تطلع للإتحاد الدولي في كل المشاكل اللي الأطراف المحلية أو بتلجأ إليها بتوجه ليه يعني وأنا قلت لك قبل كده المسؤول اللي قال اسأل السؤال عشان تجي لإجابة اللي أنت عايزها فأنت بتبعث الورق الذي يؤدي إلى نتائج لطرف من الأطراف وارجع كل واحد بقى يدور على حقوقه وينكش حيكتشف بطريقة أو أخرى لو فيش شفافية أن الفساد كان من أمتى اتعاد الكرة قال إيه توجيه شكر لأب جلال وجهازه الفني إحنا بعد الأربعة كمان النتيجة سعدت قوي أن يبقى فيه ترحيب بهذا القرار حتى التعاطف اللي كان واخده كابتن جلال إيه ده ما يصحش وهناك فارق يا أستاذ إبراهيم في اتخاذ القرار السليم وطريقة اتخاذ القرار التعاطف ما كانش لأن الناس كتعايزة كابتن يستمر ولكن كانت شايفة أن الطريقة مش محتربة لا يليق وأنا قلت لك الكابتن جلال ما ينفعش للمنتخب الأول وقد ينفع للمنتخبات الناشية لأنه بيربي اسلوب لعب محتاج وقت محتاج عناصر يختارها تملك أدوات التنفيذ الجنة اللي بيباصي والباك اللي بي مش متسرع ما فيش تشتيت اطلع من تحت الكرة ما ينفعش المنتخب أول يبتدي يعيد بناء نظام كرة بهذا الطريقة بسرعة طيب خالج كابتن يبقى أنا ما كنتش مع إقالة أو استقالة الاتحاد بسبب هذه المشكلة واحد توجيه الشكر الناس انبسطت رأي العام زكاء التفاوض مع مدير فني أجنبي للاتحاد زكاء وبعد كده ما عرفش هيبقوا هم المشرفين عليه ولا مجرد التفاوض زكاء وزكاء من حازم إمام وبركات لو كانوا هم اللي حيبقوا مشرفين وحقول لك ليه زكاء من ده واللي اتنين لعبوا على بعض مجرد ان انت كاتحاد كرة ما بتفاوض اتنين نجوم على هذا القدر انت كرة بقت في ملعبهم طب لهم اكملوا في الاشراف على هذه المنتخبات وانا ما لي يا ابا هم اللي اختاروا هم اللي اتحسلوا والله نجحوا يبقى الاتحاد خد الخرات الصح طب لقدر الله حنجم لكم مين ما هم دول اللي فنيين ودينا لهم كل حاجة اذا انت اتحاد الكرة تعمل بزكاء ودهاء في الحتة دي طب الكابتن حازم والكابتن بركاء لو هم أخذوا المسئولية دي واشرافوا على المنتخبات دي يبقى من جانبهم من قبول كان زكاء لانه بقى حيخلصهم من فكرة الفساد الإداري ومتبعته خليكوا تبقى في الإدارة وصبونا احنا الجانب الفني خلاص طيب الكابتن حازم إمام أنا بحلل لك لسه مونت شرائي الكابتن حازم إمام صورة مشرفة لعيب كبير عنده خبرات منه من والده يعني رحمة الله عليه ولكن الكابتن حازم إمام هو محلل في قنوات تلفزيونية يقدم برنامج يقدم برنامج في الراديو هو مسؤول في أحد ضمن مجموعة كبيرة عن مشروع نادي يعني صاعد هو ضمن مجموعة تتحكم في سوق الإعلان الرياضي هذه المشاغل كلها هل سيجد من الوقت أنه يدير كما كما يعني ينبغي لينجح وكما نريده أن ينجح وهو يملك أن ينجح الإجابة عنده هيضح بحاجة على حساب حاجة الإجابة عنده ودعنا ننتظر ولكن النقطة الوحيدة اللي أنا وفيها زكاء ودهاء برضه أنا ما جيب لك حازم إمام وهو بهذه المكانة الإعلامية وهو وراه جيش من الإعلاميين في نفس القنوات اللي هو بيعمل فيها مؤكد أنه ضمنت التأييد والتبرير مش حيبقى فيه تعجل فيه حتى لو حصل الإخفاق فيه مهاجمة الكابتن حازم إمام متحده الكورة أعتقد كده يعني هل زميله حيهجمه في الأستواتيات التحليل لا طب طيب هل أصحابه يعني ما فيه كده مجموعة هي اللي في سوق العمل الكربى دلوقتي بكل فروعه أصحابه دول اللي في هذه الدائرة حيهجمه ولا حيبرروله حيبرروله غالبا غالبا الله أعلم أنا بحلل برضو ما بقولش رأيه ما بديش أحكام الكابتن بركات يستحق هذه الفرصة عشان نحسم الجدل كلنا المنتخب الإلومبي يناسبه تحديات المنتخب الإلومبي يناسبه عنده وقت يستطيع أن يأخذنا إلى طريق النجاح لو عرف يجيب مدير فني أجنابي ويحط صلاحيات ويحميه لأنه ما عندهش بقى الأدوات الإعلامية المتوفرة للكابتن حازم نتمنى التوفيق في جانب المنتخبات وخلاص عرفتوا تخرجوا من المطاب وإحنا معاكم طيب تعيين مدير لتطوير أجنابي للجنة الحكام مدير تطوير أجنابي لجنة الحكام كان أحد طلبات الرأي العام ويبقى الاختار السليم ويبقى أن يتحط استراتيجية تعلن عشان الراجل اللي جاي ده تحسب عليه ما يباش جاي وردة في عروة الجاكتة ما أنا جبتلك أجنبها وكل حاجة يبقى اللهو الخافي بيديرها الكرة لأن دي خطوة مهمة جدا 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 لو نجح هذا الاتحاد في تنظيم التحكيم وضبط الأداء التحكيم ويشعر جميع بالعدالة حتى في مواجهة الأخطاء ما تشعرش أن الأخطاء بتتوجه يعني تكليف حازم إمام مباركات بتفعيل دوري الأكاديميات وترخصة وهذا عمل فني مهم جدا لأنه دوري الأكاديميات والأكاديميات الخاصة تحديدا تشهد حالة من الفوضى وخداعوا لها الأمور بيجي لعشرات الشكاوى بس ده بيقول لنا إيه إن دي عمق تاني على الاتنين دول هم قالوا هنسيب لكم العمل الفني واختزلوا الاتحاد فيهم العمل الفني فطبعا مش هيتفرغوا العمل الإداري الاتنين بقى بيقولوا البعض كل واحد يشيل ليلته يا رب بيبقى عندهم من التركيز والوقت وخصوصا الكابتن حزن إنه عمل لنا كده عمل كده شابو ويبقى هو كده بيهيئ نفسه إنه يعني برنيطة يعني فإنه هو يعني يعني بيهيئ نفسه إنه يبقى قيادة كبيرة في كرة القدم وأنا الأوان بقى إنه ما يفضلش في المساحة الرمضية حزن محترم وحزن كويس بس عايز بس مش عايز طب حق أجل لا شيل الليلة بقى ورينا قدراتك وربنا يوفقك إذن أنا هنا يعني كنت أظن عادل جدا في التحليل ولا صحيح نجي للمصيبة الكبرى وأنا بقول مصيبة كبرى لأنك وكأنك تخرج لسانك للجميع أو كأنك بتقول اتدفنت حبيبي فص الهصة دي بقى تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بإعداد مشروع شروط القيد للموسم الجديد تخيل هيتحكم في شروط القيد اللي يقدر يحط أي شروط لصالح أي حد وهو المتهم بالتدليس وإخفاء قد يكون بريء ما تدلوش دي غير لما تظهر نتيجة التحليل من الوزارة لكن دي لا ده انت بتطلع لسانك للجميع بتقول مش هيحصل حاجة وبوروني بديله أخطر مهمة ومراجعة لائحة شؤون اللعبين أخطر تاني مهمة اللي فيها كل مشاكل الأندية والاستحقاقات والحقوق والسماسرة والإقافات وأخفاء الخطابات واخد بالك وبعد كده اللي انت بيبقى عندك التواريخ اللي تقدر تبعثها للإتحاد الدولي وتقول فلان بريء وفلان متهم حتى لو عكس الحقيقة وارجعوا بالسنين اللي فاتت تابعوا الجابات اللي راحت بالمستندات اللي راحت في القضايا التي يبحثها الاتحاد الدولي حتكتشفوا حاجات مزهلة مرعبة في الخطابات اللي طلعت من هنا فيها ايه ايه المعلومات اللي طلعت ايوة تفعيل تشكيل لجنة فض المنازعات ماشي بس هتقول لنا مين اللي يمسكها ها وقصها لحياتها ما هو لجنة المنازعات دي درجة من درجات التقادي الهمة جدا اللي ممكن تخفف الضغط على الاتحاد الدولي لو اشتغلت صح وديت لقى صلاحيات صح وجبت الناس اللي عندهم الخبرات وتحطوا لهم اللوايح اللي تساعدهم بشفافية والطبق المعايير بتاعت الاتحاد الدولي كده نقدر ننجح ولكن كل ده مش حيت فين القضية الرئيسية ايوة الأهلي حيستفيد ايه حيستفيد ان يقول مش هنقبل ان يمر الأمر مرور الكرام لانه كان بفعل فعل وكان استمرار لسلسلة من التحكم في كثير من المصائر الفنية والإدارية لأهل اللعبة أهل اللعبة اللي هي الأندية العلاقة مش عادلة العلاقة دائما بترجح كف على كف ووصل الأمر ان تتجاهل مصلحتك كمصري في مقابل انك تحجم نادي عشان ما يجريش يبقى لوحده حتى محليا او افريقيا اربط الكلام اللي بقوله ده كل بقى في الشعور بالمسؤولية وخبر استقالة الاتحاد الجزائري سأترك لك هذا الأمر طيب ما يخص بقى بند إخراج اللسان اللي المهندس عادلي قاله النادي الأهلي اشتكى ولما اشتكى ولما كابت الخطيبة عمل مؤتمر الكل أشاد به والكل أجمع عليه وأعتقد كل السادة مقدم البرامج الرياضية وبرامج التكشوء العام الكل أجمع على أن الأهل تظلم وأن اللي حصل مع الأهل ده مش قليل أبدا والكل أجمع تاني بما فيهم السيد وزير الشباب والرياضة إن اتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عن إهدار حق النادي الأهلي اتحاد الأفريقي قالك ما جانيش جواب عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف هاني أبو ريدا قالك كانوا عايزيني أساند بس أساند ديه الاتحاد ما بعدش ليه الاتحاد ما بعدش الأستاذ جمال علام قالك هنشوف وقعدنا شوية عملي نضحك على الناس مين خب الخطاب لغاية لما حد قال لهم مفيش حاجة اسمه جواب ده بند جايلك ضمن سبع بنود فيه تساعتاشر يناير البند الأول فيه نهاية دورة أبطال أفريقي الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي النادي الأهلي عضو جمعيته العمومية الأهلي ملوش أن يلوم أو يعتد أو يطلب من وزير الشباب والرياضة هذه قضية بدأت في اتحاد الكرة وتنتهي في اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف قالك الاتحادات هي اللي بتنظم هي اللي بتطلب الأندية ما بتطلبش جواب جي لالاتحاد المصري 19 يناير البند الأول فيه نهاية دورة أبطال الحق الطبيعي والمشروع للنادي الأهلي أن يجد أبسط معاملة مساندة في الحق من الاتحاد اللي هو تابع ليه مش هقول لكم أنه ده الاتحاد اللي النادي الأهلي ورموزه في العشرينيات كانوا القائمين على تأسيس وإنشاء هذا الاتحاد من عدم بلاش لكن لما يكون الأهلي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مين اللي يجيب حق النادي الأهلي الاتحاد المصري مين اللي ضايح حق النادي الأهلي الاتحاد المصري مين اللي حاسب الاتحاد المصري عشان في أول اجتماع هل كان أهمالاً أو تعمداً اولا لو كان في ورقة الوحدها جاية لان انا معلوماتي اللجنة اللي شكلها السيد وزير الشباب والرياضة واللي قال للناس انتظروا وانتظروا وانتظروا اما راحت اتحاده الكرة رئيس الاتحاد جمال علام والمدير التنفيذي واليد العطار اجمعوا لان المالجة واليد العطار قال لكن شغلنا اثناء كاس الامم فنسيته في الدرج كان ممكن الكلام ده يعدي والدرج تنسى والمفتاح ضاع لكن لما تكونوا في 14 ابريل في 14 ابريل طلعتوا المفتاح ولقيتوه وطلعتوا الورقة من الدرج ونقيتوا منها خمس بنود من السبع بنود وتعمدتم تعمدتم ان انتوا تشيلوا البند الاول هنا العمدية واضحة وصريحة باعترافات لانك انت هي ورقة واحدة محطوط رقم واحد نهاية دور الابطال ومتسلسلة بقيت الطلبات وروحت الشاي الوحد وروحت واخد البيعي ولما تكون بعد ده 14 ابريل الزمالك خرج من نهاية فبراير انت السيادتك متعمد للنادي الاهلي بشكل واضح وصريح الزمالك نهاية فبراير كان خرج من دور المجموعات ما كملش لمصلحة مين تم تعمد اهدار حق النادي الاهلي انه يلعب الفاينال في بلده واعتقد شفتوا حضراتكم في المؤتمر اللي كابتن خطيب عمله قال لما سألت الاساس جمال علام بعدت جواب ان احنا نطلب ننظم قال لك اه قال لك رح تمكلم المهندس هاني يا بريدة الاتحاد المصري بعد جواب يريد تتابعه قال له حاضر هشوفه ورد عليك رجع ورد عليه قال له لا ما بعدش رجع الكابتن خطيب بيقولك سألت جمال علام الاستاذ هاني بيقول ان انت ما بعدتش وانت بتقول انا بعدت مين الصح قال له احنا الاتنين صح احنا الاتنين صح ليه قال لك انا بعدت قلت نلعب في ارض محايدة انت مالك تلعب في ارض محايدة ده مش طلبك انت الطلب الموضوعي الصحيح مدام المغرب طلبة والسنغال طلبة قبل ما تحصل المؤيدة والاتفاق الجانبي بين السنغال والمغرب لو مصر مقدمة طلب حتى لو متأخر وهنا مش عايز اقول ان هما الديت تايم الكاف محدده في الاول نهاية فبراير لانه حقيقة الامر الموضوع فضل مفتوح لغاية تسع مايو يعني انت لو موجود بجواب بس يحفظ حق النادي الاهلي كنت هتفرض على الكاف لمصر والمغرب روح حتى محايدة روح نيجيريا روح سنغال روح جنوب افريقيا لكن الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي سهل للكاف مجاملة الوداد وسهل للكاف ظلم الاهلي حق الاهل عند مين عند الاتحاد المصري لكرة القدم اللي الاهلي عضو جمعية العمومية هل يعقل وهل من المنطقي لما لجنة التحقيق الوزارية يطلع السيد الوزير ويطلع كل المسؤولين ويقولوا الامر تم ضبطه وفيه ما فيش تراجع وما فيش تساهل وما فيش تهقاون وحق الاهلي مش هيضيع وواواواوا مجلس الادارة في اول اجتماع له لا يشير ابدا لموضوع الاهلي فيه الموضوع الاهلي في القرارات دي هتولي بند من ضمن البنود يتقال ان الاتحاد المصري التم بمناسب مشكلة الاهلي أشار قال لك ما لكش حاجة عندنا مش تداله تكليف يعني انت الوقت يا ساز هعلق تعالي صغير ما حدث هو جريمة متعمدة لا يقفيك منها انك تتبع عجل او تصالح جرانك او تروح تدي اللي انت مسلم منه الارشين بتوحه لان الامر قيد البحث كجريمة مع النيابة اللي هي مين هنا وزارة الشباب ايه فهو لا 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 اخدوا بقى انا حلتها عرفي يا ريتك حلتها عرفي ماقول حل العرف انك بتعترف بخطأك بتعتذف يا اخي بتشيل كافنك وانا يقبل يا مقبلش فأطمن انك لن تكرر هذه الاخطاء والرأي العام يعرف مدى فداحة الزلم اللي اتعرضت له بتعمد من ناس اديتها ظاهري وهي المنوت بها الدفاع عني وعن حقوقي انا عدو جمعي العمومية انا النادي المصنف انا اللي بيني بالريال مدريد مسافة عايز اختزلها فكان يجب ان تساعد الكرة المصرية وكان يجب على التعادل الافريقى ان يساعد الكرة الافريقية في ان الاقرب الى منافسة ريال مدريد في الالقام ياخد حقه ياخد حقه طيب انا عايز حقي اللي انت مدتونيش يبقى انت خنت الامانة على طول كده انا بدي توصيف للموضوع اذا اين الامر الان لم يبقى لك لان الاتحاد مش نوع حتى يقول ان غلط شوف هما طرعين عسلال مفرفشين النهاردة تاهت والاناها خلاص كده احنا حنحلله من الكرة واحنا حاولنا الموضوع في حتة تانية بص العصفورة ورح اعمل لك كده ورح واخد لك مجموعة القرارات تاني لما تعمل جريه ما لا يعفيك منها طالما هي معروضة عن نيابة ان تتبع عجل تصالح جرانك تسادد الدينة عليك تعمل تبقى راجل لطيف بعد ما كنت راجل سخيب في الحتة لازم نصل نتيجة في هذا الأمر الأمر الآن لدى وزير الشباب الذي شكره النادي الأهلي والذي برأه برأته الأحداث وأنصفته الأحداث إلا إذا توقف الأمر ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن يبقى يبقى يعني يعني كده تحول الأمر من أمر موجع إلى أمر مفزع مفزع طيب ولعل من دواع الفزع النادي الأهلي شكر وزير الشباب والرياضة على اهتمامه ومسندته ومساعدته السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة النهاردة ثلاثة منهم بيأكدوا بعد اجتماعات هذه القرارات اللي أخرجوا فيها هذا اللسان الطويل للنادي الأهلي أن الجلسة اجتماعهم سبقوا اجتماع مطول مع السيد وزير الشباب والرياضة طيب عقد الاجتماع في مكتب الوزير في السادة القاهرة إذن هذه القرارات التي لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أي حق للنادي الأهلي بأي شكل من الأشكال أو إلى أي مسئولية عن هذا التعمد في إهدار حق الأهلي من خلال هذه القرارات قالوا أننا أعادنا مع الوزير وجينا على الاتحاد أعادنا في الاجتماع بتاعنا وقلنا ما تم الاستقرار عليه مع السيد الوزير يعني هذه القرارات بعناية ورعاية السيد الوزير في الحق الأهلي اللي وجه الشكر للسيد الوزير واللي انتظر من الاتحاد المصر لكرة القدم وهو عضو جمعيته العمومية أن ينصفه زي ما الأستاذ جمال علام أكد وقال إحنا بعيدا عن تحيات الوزارة أنا كمان هحق وأشوف إيه الخطأ حصل فيه ثاني وثالث هو وليد العطار راح كوريا ولا مراحش لا مراحش كويس طمنتيني بس مش جل لا ده مهمة لكنه زي ما بقول لكم انتوا اجتماعتوا وقررتوا هذه القرارات اللي الوضع الباين فيها شديد الظهور حق الأهل فين ومسؤولية الأهل عند مين ومين السبب في أن النادي الأهلي يهضر حقه بهذا الشكل العمدي والعمدي هنا على فكرة باعتراف مسؤولين في لجنة التحقيق لأنه انت لما تيجي تقول لي في سبع بنود رح تشايل البند الأول اللي فيها ونكمل الخمسة اللي بقيين لا العمدي واضح والعمدية ظاهرة جدا ليه 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 النادي لا لما يتساعدش في أنه يلعب مباراته في القاهرة ليه ما يتساعدش أنه بلاش يلعب في القاهرة أقدم فيبقى الاتحاد الأفريقي في حل عن أنه هو يهدي للتسهيل والاستضافة للمغرب بالمناسبة الرجاء غالب الوداد النهاردة 2-1 معناها أنه فريق لو وجده الظروف العادية في المتناول 2-0 2-0 2-2 جزاء يعني هي القصة يا جماعة الحق واضح وظاهر والأهل اتخذ كل الإجراءات القانونية السليمة ودفع حتى عن حقوق الأنديال الأفريقية على فكرة النادي الأهل هو بيتعرض للي بيتعرض له ده شوفوا صورته بره عاملت زي شوفوا الإعلام التونسي مش هقول لكم أي إعلام دولة تالي الإعلام التونسي وتونس دايما ممثليها سواء التراجي أو النجم الساحلي أو الصفاقسة أو الأفريقي من المنافسين المبشرين للأهل شوفوا الإعلام التونسي بيقدر ويحترم النادي الأهل المحترم شوفوا دور الأهل في البطولة الأفريقية ومطالب الأهل اللي قدمها للانتحاد الأفريقي اللي الانتحاد المصري لا يعينها أي اهتمام أو تأدير ولا يتبنها ولا يدفع عنها الانتحاد المصري اللي بينه وبين الأهل حيط شوفوا صادة هذه القرارات ده هو محطوط في أرض النادي الأهل شوفوا هذه القرارات وهذا الموقف للأهل تجاه البطولات الأفريقية صدع في الإعلام التونسي الإعلامي التونسي الأساس عبد الباقي بن مسعود في قناة حنة بعد يستعرض موقف النادي الأهلي اسمعوه ربما تحترموه الأهلي وبعدها جيب خب بن مسعود الكلمالية في الداخلة بتاع اليوم أنا أحب أقول أنه راو الكبير يبقى ديمة كبير والكبير بتقاليده بموقفه في الكورة نحكي قبل نتيجة مباراة أو نتيجة مباراتي هذا عليش قلته لأنه النادي الأهلي المصري اللي بالنسبة لي أنا أكبر فريق عربي وأفريقي توجه بمراسلة للكاف وطالب فيها بمراجعة الأجراءات الأخيرة اللي عملت الكاف منها النهائي في بلد واحد واقترح النادي الأهلي هنا أما العودة لنظام نهائي ذهب وأيام أو الاختيار بلد نهائي مسبقا بل ما تبدل تمشي الكمبيتشيون كيمسير في الأوروبة على أن لا يستضيف البلد الواحد نهائي إلا بعد خمس سنين ويبرر الأهلي موقفه هذا يقول باش الناس الكل في أفريقيا تاخذ حظها في احتضان نهائي ثم طالب الأهلي بمراجعة المكافآت الخاصة برابط أبطال أفريقيا على أساس أن المكافآت الحالية هي مكافآت تكون رمزية المهم في كل هذا أن الأهلي هو الفريق الوحيد خاصة منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا العربية اللي يتكلم وبعث موقف مسجل موقف في حين تواكب باقي الأندية في تونس خاصة أنا اللي يهمني تونس بالمشاهدة كأننا معناش موقف احنا كأننا معناش راهي كأننا معناش طرف في المسابقات الأفريقية كل شيء في الأهلي يصير بأسلوب مؤسساتي بأسلوب متاع الأهلي راهي مؤسسة راهي منظمة الأهلي ورئيس الأهلي لم يخضع لعاطفة الجماهير الأهلوية اللي طالبت بمقاطعة نهائية يعني المقاطعة موقف متعصب هو كان موقف رغم أنه يعرفه ظلم كان موقف هادي وعبر سامحني تيبوراوي على موقفه حتى فوق منص التتويج واغترينا كيفاش سام فانتينو واسمه الموسيبي بريسكي يقرقوا كان هو الشعب رغم أنه مأزوب وكانوا هم بذلهم يرذيوا فيه ويحاولوا هكا أنهم باش كده ألور نرجع لكلمتي الأولى الأهلي يبقى فريق كبير وفريق غول من أغوال أفريقيا والأهلي مثال يجب أن تقتبي به اللي يهمني أنا بالأساس كل أنديت المنطقة العربية في أفريقيا الأهلي يبقى كبير وغول أفريقيا هكذا ينظر المنصفون إلى النادي الآلي وشوفوا بقى التقييم الموضوعي السليم والصحيح لموقف الآلي والإجراءات التي اتبعها مش كل واحد اللي تكسبه لعبه وإذا كان القرارات لصالحي يبقى تبناها أو أعود ألطش في اللي قدامي وخلاص لا قال لك النادي الآلي الوحيد الذي تعامل في الأمر بعمل مؤسسي ونظر إلى المستقبل مش هيستفيد حاجة على الماضي خلاص رفض الانسحاب لأن إجراءاته وخيمة هذا التصرف مسؤول وقال أنه لم يردخ لرغبات الجماهير رغم أنه كان يستطيع أن يفعل هذا لكن كان فيه ضرر على النادي الآلي في هذا الإجراء وقابل أن يلعب وهو يعلم أن حظوظه تقريبا مش موجودة الآلي يبقى كبير وغول القارة هذا هو الاحترام وعندما تكتب وتدرس الآلي درس الأمر ما كتبش لطنيات ما عادش يقول أنا وأنا 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 أنت ظلمت إيه تكلم في النظام اتكلم في العدالة اتكلم في تكافؤ الفرص قال لك كل خمس سنين ما تكررش بلد إلا بعد خمس سنين عشان يبتدي كل العواصم الإفريقية عندها نفس الفرص احتضان البطولات هذا موقف عام مش خاص الأهلي وهو يستفيد من جريمة حيكة ضده في أنه يصلح الأمور هذا هو الاحترام يا أستاذ إبراهيم وولاية الاتحاد المصري يتبنى هذا الاحترام ويرى الأهلي كما يراه الآخرون المنافسون الحيالي أستاذ عبدالبائي بن مسعود كمان لفت نظره حاجة كواحد عربي قال لك شوفه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب حتى وهو على المنصة التتوين كيف إن إنفنتينو ومتسبي يتحايلون فيه وهو ينظر بكبرياء قال لك هم بيتحايلوا فيه يعني بيحايلوا فيه بيعتزلوا لأنهم قال لك هو حاسس بكبرياء البطل وحاسس بكبرياء الأهلي وهما حاسين بقديه الغلط اللي هما ارتكبوه لأنهما ما اتبعوش اللعب النظيف ولا أبدا تكافؤ الفرص فكانوا حاسين هما بغلطتهم هنا الاتحاد المصر أنت اللي حطيت الأهلي في الموقف ده حق الأهلي عند اتحاد الكرة طبعا اتحاد الكرة بالمناسبة اللي فشل في التقاهل لكأس العالم ما دومنا بنتكلم عن تونس خطوتين نبا في الجزائر النهاردة الاتحاد الجزائري لكرة القدم إحساسا منه بالفشل في التقاهل لكأس العالم بعد بفضل بيلاحق قضيته ضد الكاميرون في المحكمة لما فشل قدم استقالته النهاردة النهاردة استقال مجلس إدارة الاتحاد الجزائري برئاسة شرف الدين عمارة والستة عضاء المكتب التنفيذي اللي معاه عضاء المجلس والسبب فشلنا في تحقيق أحلام جماهير الجزائر في التقاهل لكأس العالم أهم نقطة في الموضوع ده عارف إيه إن نوقشت هذه السقالة أمام الجمعية العمومية لكرة القدم الجزائرية شوف الجمعية بوعيها اللي اختارت دول مش إحنا نبعت نجيب ناس من البلد تقفلنا قدام الاتحاد في مظاهر التأييد إيه ده إيه حعايزين نوصل لإيه حنبدل نضحك على نفسنا وننسى الصالح العام لإمتى ممكن جدا الرئيس الاتحاد ده يقول لك إحنا الظلامنا وعيش في المظلومية وكل العالم كان شايف إنه الظلام أمام الكاميرون وأنا دفعت وروحت زي ما قالك مباراة سنغار حتتعاد حاجة تضحك هادي موقف هنا وموقف فين ده استهلكنا وضيع وقتنا في احتجاج يعلم إنه غير مؤثر وقال أن يصل فيه لنتيجة وتسريبات تسريبات تسريبات لحد ما يعد الموضوع وده تحمل المسئولية أنا حاولي أجيب حق الجزاري الواضح يعني أسباب الجزار كانت أقوى من أسبابي يعني أنت الاتحاد الإفريق الدولي عاد ماتش جنوب أفريقيا مع السنغال بغلطة حاكم أنت هنا نفس الشيء في غلطة حاكم كل الناس شفيت للأسف يعني ما تعللش إن أنا كنت الأقرب وإن أنا تظلامت لا أنا فشلت في التأهل وأنا عندي شوف كبريع بقى إيه ده أنا كنت متصدر التصنيف الإفريقي ده أنا الفرقة اللي كانت مرعبة وكل يخشاني نتائج الفترة الفاتت لأ أنا أتحملها غير يمكن يقدر ينجح ويحقق هذه مسئولية لكن أنا مش حابقى حالم إلى درجة أن نطلب من اتحاد الكرة يعمل كده حيقولك إحنا بقى إنا شهرين قوعد يا عام عشرين سنة بس إدي الناس وريني أنت ما هو أصل حاجة بصها أستاذ بريم هقولها وشي بقى يا اتحاد الكرة دلس عليه من قبل الموظف أنه ما تضع على خطاب ما كانش يعلم محتوى وما خدش باله وتزقله في وسط الورق لأنه ماضي عليه أستاذ جمال لم ماضي عليه وهنا أقول أن الأستاذ جمال بيمضي جواب بهذه الخطورة دون قرار مجلس إدارة ده قرار مجلس إدارة لأنه حترتب عليه قرارات دولة يعني أنت تقول أنا عايزة نظم إيه أنت كالتحاد الكرة بتقول للوزير عايزة نظم إيه بالاتفاق مع ده مجلس الإدارة مش تيجي بقى برضو ودي الوحدة هتحل الاتحاد تحله لا تقبل استقال أنك تحاول تاخد توقعات عشان تزوء الورقة بتاريخ سابق تزوير تزوير موقف عشان تدي شرعية أن أنا خدت رأيي للأعضاء فتكشف يا جماعة ده كل واحدة فيهم تقيل الاتحاد فأنت إذن يدلس عليك فتعاقب الذي يدلس عليك وتقول والله أنا رجل حسن النية و أنا 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 مش مخون وهو مضاني على وصل أمانة فوص الورق واخد بالك يعني دي في حال في حد ذاتها تستحق الاستقالة أما أنت يدلس عليك بالطريقة دي لأنك مش معني تقرأ وإنت لو كان فيه قرار باتحاد الكورة الكورة جماعي ما كانش هيتعمل فيك كده كنت هتبقى بتنفس قرار الاتحاد يجي المدير التنفيذي يكتب بناء على قرار الاتحاد المصري جالسة كده ما تقرر واحد اثنين ثلاثة مش مزاجية العملية أنت وليد إذن يفي تدليس يفي ترخامة أيوة يتدليس يترخامة اللي بيحصل بقى ده بأنك تكلف وليد العطار بملفات هما الأخط أنت هتبني كل مشاكل الاتحاد على الملفات التي يعد لها الأستاذ وليد الذي سحبت منه ثقة أمام الرأي العام ممكن يبقى وليد ده ضحية أو عبد المأمور زي ما بيتقال لكنه هو المسؤولين مباشر ما تديش القط مفتاح القرار ما روحش يقولي طب قولي بقى مين يتقيد ونتقيد ازاي ومش عارف ده اللي بيحصل بقى كان في لجنة الشاعون اللي عمين ارجعوا حققوا بدري اللي يعمل دي يبقى يعمل دي ويبقى عمل دي ودي ودي كل واحد لحق يا جماعة في اتحاد الكورة من حق يروح شوف البصة بتاعته والشكاوة بتاعته ياخد صور منها راحت ازاي عشان أنا بقولك هتكتشف امور يا جماعة ما تعتمدوش على ان الدنيا هتعدي النادي الاهلي ارسل خطابا يتابع الامر مع السيد الوزير واعتقد انه سوف يرسل هذا الخطاب بشكل دوري لحد ما جاله رد وان ما جاله رد اعلم انه ربما يكتبوا مية خطاب بس يبقى التاريخ شاهد هنا بقى كلنا هنروح ويقولك في عام الف كذا وحتى اليوم ارسل عديدة اخرها الخطاب مية واثنين بتاريخ الفين تلاتين ولم يتلق اجابة حتى الان احنا عايزين نوصل لدي عايزين نوصل ان كلنا نلبس نياشين ونمشي في الحسين نقول حقنا فين يعني ليه عايزين توصلونا لهذا الشعور انه لا احد يكترس ليه معالي الوزير انت براءة في اللي فات لكن مش هتبقى براءة في اللي جاي لان الوزير اجتمع مع مجلس ادارة الاتحاد زي ما قال عضاء الاتحاد عضاء الاتحاد وهم داخلين الاتحاد بالمناسبة دكتور اشرف وهم داخلين قالك احنا جايين من قاعدة الوزير وخلاص كل حاجة ان شاء الله تمام يعني سيادتك مطلع على ما صدر عنهم من قرارات تجاهلوا فيها تماما حق النادي الاهلي ده باعترفهم متأكداتهم وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد اصدرت وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن هذا البيان الان بيان صدر من لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة بشأن مؤثرة عبر وسائل العلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهاية دور أبطال أفريقيا المشارك بها النادي الأهلي وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص والله كويس حيث طلعت الوزارة هذه الأحداث عن كث وما أثرته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى حقية الاتحاد المصري كنت قدم في تنظيم نهاية بطولة دور أبطال أفريقيا وبيان مدى حقية النادي الأهلي المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافت المباراة على أرضها الأمر الذي أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص كويس والله وفي هذا الإطار وفي ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابثات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسؤولية القانونية وحيث أن اللجنة بأشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصر للكرة القدم والنادي الأهلي للرياضة البدنية وطلعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكل الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق واستبقنا لها أنه في غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصر لكوية القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة به والتي تضمنت أن مباراة نهاء البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الافريقي للكورة القدم حيث انتهت اللجنة أخزا مما وسعته الأوراق بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤدها القاتل أولا أنه لم يتم إرسال ثمة مكتبات قبل يوم 28 22 22 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكورة القدم لتنظيم نهائي بطول الدور الأبطال ثانيا عدم قيام الاتحاد المصري لكورة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد أن يتجهل لاستضافة مباراة البطولة إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقرية في اللعبات المختلفة ثالثا أن الاتحاد المصري للكورة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكتروني لإيميلات من الاتحاد الأفريقي لكورة القدم بتاريخ 19-1-20-22 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15-2-20-22 وبتاريخ 21-2-20-22 وقبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الإفريقي لكورة القدم في 28-2 حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهاية البطولة على مجلس الإدارة بالتاريخ كام 10-4-20-22 كان عنده جلستين عقدهم في شهر فبراير قبل المعاد ما ينتهي لم يتم عرض الخطاب أو الموعد الخاص بدور الأبطال في الجلستين يعني كان عنده جلستين في فبراير قبل المعاد ما ينتهي في 28 فبراير رجع عرضوا إمتى 10 إبريل 22-22 هو ما عرضوش الحقيقة هو بعد جواب 14-4 للوزارة لكن جلسة 10-4-20-22 كنت تتمنى رد على الزميل إبراهيم فاي العرض التزوير اللي تم عرض هذا ساتة وزير علم اللجنة لم تشر أبدا إلى هذا التدليس الذي وقع في هذه الأوراق بعد فوات الموعيد المقررة الأمر الذي تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصري للكرة القدم في هذا الشان تجاه كل من النادي الأهلي والجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة القدم رابعا وبحيث أنه بتاريخ 14-24-22 خاطب الاتحاد المصري للكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم دوري الأبطال وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية نهاية كأس الكونفدرالية 2022 كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في 2023 كأس الأمم الأفريقية للكرة الصلاة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية خامسا أن النادي الأهلي وبتاريخ 10-25-22 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصري للكرة القدم لإعمال شؤونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على الشهرين وحيث أنه وفي هذا المقام وبناء على ما سبق فإن اللجنة توضح ما يلي أنه بشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب الرضا أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب السقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلي للاتحاد المصري للكرة القدم ممثلا في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حل كون هذا الأمر من الشؤون الفنية للاتحاد المصري للكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب الرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن أما بخصوص مأسيرة من وجود مديونية على الاتحاد المصري للكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة الاتخاذ اللازم قانونا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائح المالية وبناء عليه تخلص اللجنة إلى الآتي أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهاية دورة لأبطالة أفريقيا هو الاتحاد المصري للكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد التوصيات توصل لجنة بالآتي قيام الاتحاد المصري للكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل علينا وعليكم بخير انسى يا أهلي بوضع آليات المعلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجمهيرة أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية ضرورة قيام الاتحاد المصري للكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القرية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقرية والدولية في هذا الشأن وضع الأليات الإدارية داخل أروخة الاتحاد المصري للكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكتبات وخاصة الدولية منها لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا مراعاة الأندية الرياضية التواصل في المسابقات القرية والتي تارت قبل انطلاق المنافسات بوقت كافي انتهى دي أحداد دي أحداد هو تقنين الوضع محدش قال إن الوزارة مؤثرة لا مؤثرة أو ماش متهمة بأي شكل من الأشكال مش مطلوب منها إقالة حتى اتحاد الكور إحنا إذا وقعتين تم التحقيق وثبوتها من حيثيات التحقيق واحدة إن الخطاب لرحل الأندية ورحل الوزارة متأخر ومتعرضش في جلستي في فبرايل وظهر المستند إبراهيم فايد بيقولك عايزيني يزقوه في الجلسات دي دي مخالفات إدارية الجهات الرقبية أنا معرفش القانون دلوقتي يقول اللجنة اللهم بيع على الوزارة عايزة هنا بس في الجزئية دي أول ما الوزارة شكلت هذه اللجنة طلعت من قانون من قانون الرياضة 2017 اللي البيان أشار إليه إلى مادة صحيحة جدا إن وزارة الشباب من اختصاصها متابعة والتحقيق في الأعمال المالية والإدارية لكافة الهيئات الرياضية ومنها الاتحادات والإدارية أي يعني هذا التفتيش وهذا التحقيق وهذه المتابعة لأعمال الشؤون الإدارية في الاتحاد هو حق أصيل لوزارة الشباب وفقا للقانون هنهرب منها نسمع بس لجون بنعمل حاجة إحنا مشو خديد بنا منها ده حكم القضايا إيه نقدر ممنوع ننقش ولا دايق دي خرارات قابلة للمنقش يعني من غير زعل من غير زعل عايزين نفهمه وبإنصاف يعني أشهدنا بالوزير وقلنا هنشيد بيك فيما سابق والحد لوقتي الوزير ما تكلمش إيه دي نتيجة التحقيق واللجنة اسمها الشفافية إيه فهي بتقصي بالشفافية ونبقى جماعة ما تعملش كده تاني وإنتوا الأندية برضو ما تسألوا على حقوقك وتتفقوا مع الاتحاد طيب نعمل إيه في التدليس نعمل إيه في اللي قال وما حصلش اللي قالوا ده هذا هو مربط الفرص يا سيد براهيم الناس طيب هو فيه إشارة واضحة اللي إن إهمال أو مش إهمال خطأ الإدارة التنفيذية مش فيه عندك كده حاجة بيقولك خطأ واضح من الإدارة التنفيذية اللي تقعست عن عرض المكتبات على الاتحاد في جلستين عندما فيه من ضمن بقى الكلام من اللي أنت بتقوله الإدارية والمالية عندما تتقاعص وتكذب إدارة تكذب لأنهما يشتقاعصوا وطلعوا قالوا إن إحنا تقاعصنا هو طلعوا يبرروا حصل كده والراجل بيكوافق شفت أنا ليه بقى بقولك الراجل ده كلفوه ليه بيطلعون لسانه ما اتحادوا الكرة بيطلعون لسانه هو في الآخر في الآخر هو نوع من الإحساس الشريف بالمسؤولية إذا ما كانش هذا يعني في دماغك هتوقع تسبب بأوضاع قانونية إحنا ما قلناش ما قلناش إن حصل خروقات قانونية وإن كانت حصل محاولات لخروقات قانونية فإحالة الأمر إلي الجمعية العمومية ما هيحصل بقى تكريس مين اللي جيب ناس أكتر من تانين هل أنا الأوان أنت قوم الجمعية العمومية والنبي ما تبصه للصدقات والنبي ما تبصه للنعارات والنبي ما تبصه للانتصار لشلة ضد شلة الكرة بص انت فيه خبر جاي انت شفت الجزائر بتحاسم نفسها إزاي رالي بقى الخبر الجاي وربطه قبل ما نروح للخبر اللي جاي لأنه البيان ده يا جماعة لو عايزيننا نعديه مش هنعرف نعديه لأنه لما يكون البيان بيأكد على إن النادي الأهلي نادي مصري هو حتى نعته النادي الأهلي المصري ولما تكون وزارة الشباب والرياضة المصرية مسؤولة عن 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 وفقا لأحكام القانون زي ما ذكر البيان ولما يكون هناك اعتراف صحيح وصريح وواضح ومسبب إنه الخطاب جيب تاريخ كذا وحدث نوعا من تعمد عدم العرض على المجلس إدارة الاتحاد رغم إنه عقد جلستين في فبراير وإدان الحد ويتم ذكر تقاعص الإدارة التنفيذية للاتحاد عن عرض كذا إيه سبب إيه سبب هذا التقاعص مع مراعاة أنه نحن بنقول إنك أنت بتقر هذا الحق للأهلي كمصري عضو في الجماعية العمومية لهذا الاتحاد ليه حدث هذا التقاعص لماذا كان هذا التعمد في عرض الأمر في جلستين وفقا للتاريخ القانوني الاتحاد الأفريقي بيقولك 28 فبراير أنت اجتمعت مرتين في فبراير قبل انقضاء المهلأ وما اهتمتش والجواب عندك وما اغفلتهوش لأنك بعد فوات الأوام لما بعث لك الآلي كانت المسألة انتهت رحت في عشر إبريل عرضه طلعت برامج فضائية جادة ومحترمة قالت لك حصل نوع من محاولة التزوير والزج بهذا البند في جلسة عشر إبريل قبل ما يتبعت للوزير في 14 إبريل ليه؟ ليه اللجنة هنا ما أشرتش إلى جلسة عشر إبريل اللي حصل فيها ليه ما تقالش أن فيه بعض السادة الأعضاء مش موقع ورفض التوقيع على هذا المحضر ليه ليه بيان اللجنة لم ينشر أبدا إلى هذه الوقاعة ومشاها كده أن عشر إبريل وخلاص رغم السبوت ده وإعلانه لأنه يتقال أن لجنة رفيعة المستوى والتكوين اهتمت بأن هي تراجع كل أعمال الأمر واستمعت وزارت وفتحت وفحصت وما وفتش عند هذه المحاولة لا في إهمال وتعمد عدم العرض ولا محاولة تزوير الزج بهذا الأمر في جلسة لاحق الاتنين لم يشعر إليهم ثم فكرة أنت عايزنا نلبس العمة ونقول أننا خلاص السنة الجاية اللجنة بتوصي بأنه يتم تكليف أشخاص معينين يرقبوا الصدر والوارد لا 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 يا فندم دا إيميل وصل دا إيميل وصل مش محتاج آلية إدارية يعني لو عايزين نكبر الموضوع علشان النادي الأهلي يسكت دي قضية تانية لكن تقولي التوصية باتخاذ الآليات الإدارية الكافية بعدم تكرار دا وتكوين لجان خاصة والعرض على الجامعة العمومية؟ علشان في الأول تنظم حركة تلقي الإيميل؟ دا إيميل ورد والإدارة التنفيذية اللي أنت بتقول عليها الإدارة التنفيذية محتاجة حد يقرالها الإيميل ويبعته؟ ولا هي بس الفكرة بنقول خلاص عديها ثم إيه موضوع إحالة الأمر للجامعية العمومية؟ النادي الأهلي يعمل إيه؟ النادي الأهلي بحجم القانون هو عضو في الجامعية العمومية واحد من كل الناس يعني السؤال اللي يسألوا جامعية العمومية أستاذ براهيم يقوله إيه؟ يقوله الموظف الذي تعمد عدم الإرسال نعمل معه إيه؟ للجامعية العمومية دا هو حتى ما كلفش الاتحاد أستاذ براهيم من ضمن توصياته بعدما أشار إلى مسؤولية الإدارة التنفيذية مطالبة الاتحاد بالتحقيق وموافتنا بما تم من إجراءات ضد المقصر أو المتسبب دا ما اتطلبش هذا الطلب أستاذ براهيم وقيلة أن الاتحاد الصبح اجتمع كان الوزير موجود واللجنة ما عرفش تنتهت من عملها ولا لا أما جزئية بقى أنه دا أصلا حق شأن داخلي للاتحاد فأنا بحيل برضو الرأي العام لقانون الشباب والرياضة 2017 اللي البيان بتاع الوزارة أشار إليه المادة صحيحة وصريحة ووضحة وأثناء الحلقة إن شاء الله هقول لكم رقم المادة والنص الحرفي بتاعه إنك أنت بتدي الحق الكامل لوزارة الشباب والرياضة في المتابعة والرقابة على الشؤون الإدارية والمالية للهيئات الرياضية دا حق مكفول ووضح وصريح طب ممكن أسألك سؤال فني مفهوم الرقابة إيه متابعة الأعمال يعني إيه إن أنا أقول فيه غلط ولا أنا نعمل إجراء للحساب على الخطأ ومنع تكراره يعني الرقابة بهدف إيه هذه النقطة المهمة دي النقطة المهمة لأنه الحقيقة معظم الحاجات اللجنة أكدت على المؤكد اللي الرأي العام كل عرفه فوضعت أمام الرأي العام حقيقة يا جماعة لا فيه مسئولية بس الحل هو المشكلة في القرار أو التوصية دا مش قرار دا توصية بأعرض على الجمعية العمومية ونبي بقى عدوا مع بعض اتفقوا على القليات عشان ما يتكررش الأمر دا تاني أيوة دا جزء مطلوب بس النهاردة مين هيحاسب على الأخطاء مين هيحاسب إن اتحاد الكورة خلع منها عشان خسر دا بيكافع عشان خسر مع واحد خلصناه من مشكلته وغير المدرب وشيبك بقى من وليد العطاء إحنا خرجناه من المشكلة دا كفئناه عشان القدر بعت له هزيمة يقدر يستخبى فيها ويعالجها مستقبلا وينفد عشان كده بقولك الجريمة ما بتتحقلش بدبح عجل دا حتى ما دبعتش عجل هنا بتقولت ايه بقى صالح وعودوا مع بعض والنبي شوفوا المواضع دي حلوة بقى عشان ما تتكررش تاني ايه اللي ما تتكررش ان ما تخبيش جوابات تاني طب وانت هتعرف ايه اللي استخبى قبل كده طب انت حققت في الخطابات اللي جات من الاتحاد الدولي اللي بتقول للأندية ولا دي برضو هتقول لي شأن الجامعين العمومية بتقول للأندية اللي من حققت شركة السنة الجاية لازم تعمل ايه استاذ برايما انا مش قادر استنى اقرأ الخبر دا لانه وصيق السلح بالمشكلة طيب في الجزء دي برضو صديقنا العزيز عامر العميرة واحد من المدققين اداريا وقانونيا بيعلق ان النهاردة من ضمن قرارات مجلس ادارة الاتحاد المصري الموافقة على تشكيل لجنة المرائبة المالية والتدقيق داخل الاتحاد الموافقة على تشكيل يعني المجلس برئاسة الأستاذ جبال علام بيوافق على تشكيل لجنة من داخل الاتحاد لجنة داخل الاتحاد الاتحاد هيشكلها ترائب عليه ماليا الاتحاد هو اللي بيشكلها ده نص المادة ده نص القرار الموافقة على تشكيل لجنة المرائبة والتدقيق داخل الاتحاد تعرفوا إن لائحة النظام الأساسي اللي بتحكم الناس دي كلها إن دي لجنة منتخبة وده منطق برضو إزاي أنت هتقدر تشكل لجنة تقولك تعالى رائبني اللجنة الانتخابية من ضمن لجان الاتحاد في لائحة النظام الأساسي في لجنة الانضباط لجنة الاستئناف واللجنة الانتخابية ثم لجنة مرأبة الحسابات والتدقيق وهي نص اللائحة لجنة منتخبة تشكل داخل الاتحاد وفقا لهذه اللائحة وده المنطق لأ استهلنا بقى لإن دي إذا هو خد القرار دايبا متفق عليه بس هو خد الشق اللي يخصه التوسيات بتقوله إيه يعمل لجنة المرأبة الحقيقة اللاجنة توسيط اللاجنة لا لا دي قرارات مجلس إدارة الاتحاد يا سيدي لا اللاجنة انت قرأت ليه بند من البنود حتى انت قلت سعادة أستاذ إبراهيم أنا هعمل لجنة عشان ترأي بالصدر الورد أيوة هو عايز يعمل كده وضع الأليات الإدارية داخل أرواق الاتحاد المصري كنت خدمة التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات لا توسيط اللاجنة بتقرأها تاني اه اقرأ بقى ضرورة قيمة الاتحاد المصري بكذا كذا وضع الأليات الإدارية داخل الاتحاد في أرواق مراعاة الأندية الرياضية وضع الأليات الإدارية فهو بشكل لجنة تنفيذ الوضع للأليات مما يؤكد الاتفاق على البيانات إن اتحاد كرة نصق في كل الأمور يعني الظهر يعني ولا هي تفهمها بطريقة تانية هي يعني هو بيقوله بس اعمل لجنة للأليات الإدارية هو بيكبروا الموضوع عشان النادي الأهلي يهمد صدقوني انت عايز تقنعني القائمين على هذه اللجنة من الأسدزة الأفاضل وليهم كل الاحترام والتقدير إن هذه المراقبة الإدارية مش صميم عمل وزارة الشباب الرياضة طب هي لو مش صميم عملها اتشكلت ليه ليه اتشكلت اللجنة وليه قامت بأعمالها وليه أعلن السيد الوزير إنه ما فيش سكوت على حق وإن حق الأهلي مش هيضيعوا إن اللجنة راح تحق هل بعد اللجنة محققت وراحت وجات اكتشفت إن ده شأن دخل للاتحاد ده كل السادة أعضاء اللجنة مستشارين أفاضل كبار كلهم مسؤولين قانونيين كبار في الوزارة هل بعد ما تشتغل وتكتشف هذا التقاعص وهذا الإهمال وهذه العمدية في حق الأهلي ترجع اللجنة تقول إن ده شأن دخل للاتحاد إيه ده؟ يعني أنا كنت أفهم إن القانونيين يقولوا لنا من أول ما اتطلب تشكيل هذه اللجنة يتقال لا مش من حقنا لإن ده الاتحاد وليه لايحة النظام وتابع الفيفا وعنده لايحة نظام لوحده واذهب أنت وربك فقط إنما تقولي والله عندك حق عندك حق عندك حق بس ده مش من حقنا طبعا أنت أنت أثبت إن أنا عندي حق أستاذ براهيم أي أثبت إن أنا مرتاب وعندي حق في هذا الارتياب وإن حاصل تدليل خلاص ده كله هتروحهم التاريخ فين اتحاد الكرة ده طب أنا سألك سؤال هي ليه ما قالت لهش روح حاسب الموظف بتاعك وهي بتقول له ارجع لجمعين العمومية ما تقولوش واللجنة تنتظر لأن ده شاءت من شؤون وصلاحيات الاتحاد المصري إنه قال لنا قول لنا عمل إيه مع المتسبب ليه ما تطلبش الطلب ده أستاذ براهيم طيب هل لا أستنى بقى هل اكتشفوا إن وليد العبطار مش هو المسؤول الرجل كان بنافز يمكن قرار اتحاد الكرة القصة غنضة وغريبة جدا أنا بصراحة أنا ما بحبش إن حد يستعمان بصراحة يعني ولا الهرم خاصة لما يتعلق الأمر ولا الهرم لا لا محمود عبد العزيز الكتكات ولكن تستعمان يا هرم فكرة إن أنا دلوقتي لما أجي أقول اللجنة تتشكل من سادة قانونيين أفاضل وتعمل كل شغلها بنزاهة وكفاءة وجدية وهمة وتروح هنا وهنا وهنا وتكتشف الأخطاء وتكتشف الأخطاء والدقة وتحقق ثم لما تنتهي يتقل الصدشاء نداخلي بالله عليكم بتعريفها منطق بتعريفة احترام للعقول بصراحة يعني أفهم إنه الدفع بعدم الاختصاص كان يبقى من البداية خالص أيوة الدفع بعدم الاختصاص قبل ما تتشكل وقبل ما ننشغل وقبل ما ننتظر وقبل ما نأمل هل كان كل هدف اللجنة تبريئة الوزارة كان طلع بيان من أولي أوه آه ملناش جعوة منك الاتحاد والكورة وعندك جميعها ممية اذهب أنت وربك فقط إلى إنها هنا قاعدون لكن يا جماعة علشان نقدر نمر الكلام من ده بر إطار المنطق والقانون والحق خاصة باعتراف اللجنة نفسها في بيانها إن هذا إهمال لحق النادي الآلي اللي وضع أنه يلعب مباراة واحدة في أرض المنافس ووجد النادي المنافس من دولته ما أعانه وساعده ولم يجده النادي الآلي زي ما قال بيان الوزارة ثم الدفع بعدم الاختصاص والحالة للجمعية العموية ده كلام لا ينطلع على عاقل أبدا أبدا ثاني أروح لمن وممكن شو قالتها لكن برضو لأنه نحن يعني لما هندفع بعدم بندفع بالأحقية في القانون وقت ما نستخدمه نستخدمه وقت ما عايزين نغيبه أو عايزين الناس الكلام ده يمر من على عقلها شوية نمرره المادة 13 في القانون قانون الشباب والرياضة عايزين سبعتاشر تخضع الهيئة الرياضية للرقابة الهيئة الرياضية الاتحاد منها للرقابة بالإشراف من كل من يعني يا سادة اللجنة هم أسادزة قانونيين أجل لا أفاضل ربما منهم اللي حاطت هذا القانون فهم يدركوه ويعوه ويعلموه جيدا المادة 13 تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وتحدد اللائحة المالية لإجراءات اللازمة في هذا الشأن ثم المادة 14 للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية لتأكد من تطبيق المعايير كذا كذا وللوزير المختص سبب يعني يا جماعة حق الوزارة في الإشراف على الهيئات الرياضية الإشراف المالي والإداري بنص القانون حق صريح وواضح وإلا ما كانتش تشكلت اللجنة وما كانش النادل يعني لما مش من اختصاصها إنها تراقب وتحاسب على الخلل الإداري ما كانتش راحة بس أنت دي دي بتلخص كل الأمور ولا توصي على فكرة أنت بتوصي مين التوصيح وإنت أستاذ إدارة التوصيح الجهة الأقل للجهة الأعلى مش كده لدي بتكلمنا كلام ما هو بقى عرفي يعني هل لجنة صادرة من السيد وزير الشباب الرياضة توصل تحاد الكرة يعني مين فوق ومين تحاد هيئة إدارية بحكم القانون تابعة للوزير وتابعة للوزارة والليحة المالية الموحدة اللي السيد الوزير عديلها أو وضعها إدت الجهة الإدارية المركزية الحق الصريح والواضح طب أقول لك حاجة في مرائبة أعمال الاتحادات أنا بس عشان الناس تفهم خطورة الأمر ده وليه الآله مصرعي هو أنا لو كان جالي جواب مشاركة في البطولة الإفريقية وما تبعت ليش مش هيقول له النادي كده هقول له بيعات لي جواب المشاركة في البطولات بتاعت سنة الجاي وتروح الوزارة ما تردش فتضيع عليك أنت والأنديها المصرية حق المشاركة الوزارة تقول له أنا مالي لا طبعا روح لجمعية العمومية لا طبعا لا طبعا ما مش شأني مالي ده نفس الشيء أنت المشاركة والتنظيم أنت بتضع لحق مصر طب أين حق مصر أنت عطرفت وإن كان هذا من حق الوزارة أن ترفض التنظيم الاتحاد بس الاتحاد ما رفضش ده بقول لك أنا ما جيبتش سرطه لا ده كمان البيان قال لك مصر بما تملكه أسنع ما أنا كنت عايزة استطرت إلا أنه كان يجب أن يراعي أن مصر مصلحتها بما تملكه ومن 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 أنها تنظم هذه الأحداث وده توجه الدولة فأنت تجهلت كل ده حق الأندية وما تملك مصر من مكانة وحق الدولة وقعت الفرصة للمنافسين إن إصحابه البوساط من تحتك وبيقولوا دلوقتي عايزين نطلب نقل المقر اللي هي أخطر يعني حلم بيرود ناس كتير ولولا حصافت وبعد نظر القيادات السياسية في مصر في التمسك بهذا الكيان وإعطاء كل التسهيلات ما استمر وتنقل في فترة من الفترات خارج ورجع رجع لك تاني هنكرر طب موضوع حق مصر بقى مش حق النادي الأهلي إنك إنتم تقدرش في التعامل مع الاتحادات الإقليمية والدولية أستاذ إبراهيم إنك تخفي ما تريد وتعلن ما تريد هذا التدليس مسؤول عنه اتحاد الكورة طب كلف اتحاد الكورة جملك عمل إيه في إجراء في موجهة هذا الخطأ الذي حدث مش إنك تنظم إنه ما تكررش حصل 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 جريمة وإنت تيقنت إنها جريمة طب ما تيجي بقى ما نشوف إيه سبب إنها ما تكررش طب أين الحساب ده ألف بقى ضمان عدم التكرار إنها ما تعدش بدون عقاب يعني بحكم حتى فلسفة القانون في الرد تاني هقولك ولا عندنا فاصل أصل القرار اللي جاي ده بقى كاشف كاسح عشان نوري لهم الاتحادات الجادة بتعمل إيه بعد الفاصل أهلا بحضرتكم من جديد ما تخافش على الأهل طول ما الأهل يماشي صح ومواقفه ومواقف مسؤوليه تلقى هذا الصدع حتى لدى الأشقاء في الخارج وأعتقد ما عرضناه من تقدير الإعلام التونسي لموقف النادي الأهلي حيال البطولة الأفريقية يكفي جدا إن أنا أقول لكم لا ما تخافش على الأهلي هيفضل الأهلي طول عمره الكيان المؤسسي اللي ماشي صح واللي ما ما يطلبش إلا بحقه وبيحترم كل الجهات والهيئات التابعة ليه واللي متعلقة وأول مرتبط بيها لكن بيطالب بحقه وحقه المشروع لما تقروا لجنة الوزارة يبقى من حق الأهل الطبيعي جدا والبديهي لما الوزارة تقر هذا الحق المثبت في لجانة تحقيق يبقى من حق الأهل يطالب بحقه المونس عدل أشار قبل الفاصل إنه كل ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص لأنه الحقيقة بحنكة الخبير التسويقي باستمرار يشير المونس عدل إلى خطورة ومصيبة عدم توفير قواعد اللعب المالي النظيف إن السوق متساب وأعتقد كان من الجراءة بمكان إنه يشير إنه لو سبت الأمور كده حتلاوه فيه غسيل أموال في المسابقات وده خطر حقيقي ومحدش بينتبه وآخر حاجة بنفكر فيها إزاي نرسي قواعد اللعب المالي النظيف الخبر القنبلة اللي أشار إليه هقوله لكم لأنه كمان عنده تعليق مهم جدا في هذا السياق هبوط بوردول الفرنسي لدورة درجة الثالثة ليه؟ بعد اختراق قواعد اللعب المالي النظيف إزاعت منتقاره الفرنسية أعلنت إنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أصدر اليوم قراراً بهبوط نادي بوردول الفرنسي إلى دورة درجة الثالثة بسبب مواجهته للعديد من الأزمات المالية التي فشل في حلها وقررت الهيئة المالية في فرنسا معاقبة النادي بإرساله إلى دورة درجة الثالثة بسبب الصعوبات المالية التي واجهها وكان بوردو قد رافق نظيره ميدز إلى دورة درجة الثانية هذا الموسم ليهبط بذلك من الثانية إلى الثالثة وكان بوردو قد كشف العام الماضي أن المديرية الوطنية للرقابة والإدارة عقبته بالهبوط إلى دورة درجة الثانية كإجراء احترازي بسبب انسحاب المساهم الأكبر في النادي بعد جلسة استماع أمام المدرية حيث أكد النادي نيته في الاستيناف على القرار قال النادي الفرنسي أنزاك أن جلسة الاستماع المالي كشفت عن استحالة تلبية احتياجات النادي بعد انسحاب المساهم الأكبر في النادي فيما أتحت الجلسة الثانية تقديم مشروع الاستحواز وتغطية الحاجة التمولية من خلال مساهمات من مختلف الأطراف وفقا للاتفاقية من حيث المادة المواقعة بين الشركات المساهمة في خرق صريح لقواعد اللعب المالي نظيف أستاذ إبراهيم يعني المسألة مش معقدة ومش سر وأنا مناش راجل يعني جلني قوي أن أنا بقولي الكلام ده كلام ده مارسيليا مارسيي في فرنسا وكانوا أعتام من أقوى الأنديت العالم ورئيسه كان برلسكوني نزل للدرجة الأقل للتلاعب في نتائج المباريات ده الشق التاني أو أتوأم غسيل الأموال وانا قلتلك المراهنات وغسيل الأموال بيهددوا كرة العالمية وطبعا احنا مش بعيد عن الليلة دي اي مش مرسل احنا شفنا وقلتلك لماذا لم يتمكن برشلونة من التمديد لميسي والاتنين كانوا عايزين يأتي اليوم هذا الحكم من الاتحاد الفرنسي الاتحاد الفرنسي انه التزم بقواعد الشفافية المالية السلام المالية والشفافية المالية آلية من الأليات الهامة جدا التي يصر علي الاتحاد الدولي والتي لسبب غير مفهوم بيطنش انها تتنفذ في مصر غير مطبقة في مصر وهانت نتيجتها عشرات القضايا اللي بين اللعيبة والأندية والأندية والوكلاء والوكلاء واللعيبة والتزمات مالية كثيرة جدا متراكمة ونيجي بقى للفساد الإداريج والتحاد لتالت مرة ييجي جواب بعقوبات وتحذيرات والاتحاد المصري يخفيها فمش لا تستغرب انه يخفي لك الجواب بالتنظيم ده بالنسبة لي دي أزقازة يعني يخفي أيه ده بيخفي طبق الطرشي ده هو خفى قبل كده الفخد الضاني هاتيجي تقول له ات ازاي خبيلت الطرشي إذا كان هو بقالوا تلت سنين بيدلس في موضوع السلامة المالية والعقوبات التي توقع الأندية المصرية والسنة دي في خطابات تم إخفاءها وده اللي أنا بقوله اللجنة التي لم تهتم بالتأكيد والتنبيه والمطالبة بمحاسبة الموظف أو الإدارة التنفيذية اللي بتخفي الجوابات دي صدقني عشان الموضوع ده موضوع التنظيم لو حسبت عليها لانت حسب على الموضوع التاني ما تخبيت الجواب اهو جايلك في مارس برضو الجواب بتاع الوزارة هو الاتحاد الدولي خد ليه أهمية أو دارو حتمية الالتزام بالسلامة المالية لاني بقولك إذا كانت مواردك وهنا يتحدثون عن الموارد بتحديد اللي مش من ضمنات تبرعات الموارد السابتة اللي ليه علاقة بمستواك المالي وقدراتك المالية إنها لازم تتفي بتعهداتك والتزماتك عشان ما يبقاش طول النهار فيه جهة بتاكل حق حد برضو أول مستقال الرعي بتاعه اللي بيقبضوا على طول راحوا منزلينه بعد طبعا سلسلة من الإجراءات إن نبيهوا عليه وبتاعه يقول لنا حتسد الفراغ ده إزاي ما عرفش فنزل الدرجة تالتة بوردو ده نادي بالأندي العريقة في فرنسا من التانية للتالتة يعني نزل للتانية نزل للتالتة وكان معا نادي مدز أستاذ إبراهيم الموضوع والله يصدقني مش هتنصلح حالة كورة مصرية طب يطلع التحاد الكورة كده يقول لنا سيتم تطبيق السلامة المالية والشفافة المالية اعتبارا من الموسم القادم لن يجرؤ طيب هارجع لقواعد اللعب المالي النظيف لكن عايز أقول لك على حاجة بيان الوزير أو بيان اللجنة الوزارية المختصة قالت أنه هذا الإغفال وهذا الإهمال من الإدارة التنفيذية أخل بحق النادي الأهل طبعا الإخلال هنا فنيا وماليا أنت بتتكلم على بطولة جايزتها كذا وأدبيا يا أخ البطولة جايزتها كذا أنا تعرضت لإهدار حقوق المالية وجماهير اللي معرفتش تسافر وامتنعت أو اتحرب من الجواج المحتملة والجواج المحتملة كل دية نواحي مالية ولا لا سيد الوزير دكتور أشرف صبحي لما تولى كان لاحظ أنه قانون الرياضة اللي كان وضعه سلفه الدكتور المهندس خالد عبد عزيز غلي إيد الجهة الإدارية أو الوزارة في مراقبة أعمال الاتحادات والهيئات الرياضية اللي هي الأندية واللجنة الأولمبية واللجنة البرالمبية فالرجل وضع معرف بالليحة المالية الموحدة ودي ليها جزء من سلطة القانون في تسير أعمال أو تفعيل سلطة الوزارة في مراقبة أعمال هذه الهيئات المختلفة هذه الليحة المالية اللي نشرت في الوقاع المصرية في العدد 76 في أول إبريل 2021 بتحدد مسؤولية الأفراد إذا العضو حرر أو أنسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كذبة مع علمه بأنه مع إغفال هذا أو تعمد إخفاء هذا يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا بعقوبة كذا مرس نشاطا امتنع عن كذا امتنع عن تقديم محررات اللي هي الجهدية ثم يمتد الأمر إلى مسؤولية السيد الوزير في حتى في المدير التنفيذي يحصل له إيه ما قال شي هقول لك المادة 92 ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يعني الرأي الإداري هنا لمن تقعس أو أغفل أو تعمد ناحية المسؤولية الجنائية حاجة يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مجلس إدارة أي هيئة مش بس ده دي أسات الوزير متحددة نصا والمدير التنفيذي إيه رأيك ارجع ساعتك للليحة اللي الوزارة حطتها المادة 92 تخيل أن حددت بشكل واضح وصريح مش بس عضو مجلس إدارة الهيئة لأ والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسؤولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بالأموال ما رأيك أخوان ما بقاش رأيي والله ما أنا عارف أقول إيه يعني أنا في حالة من يعني الإحباط يا أستاذ إبراهيم شديدة جدا كنت أعول على أن الموقف ده حيطهر حاجات كتير جدا وحيبقى مؤشر للمستقبل أفضل في الإدارة الكروية لكن واضح إن إحنا عملين نقنن أو نبرر أو أو نمط في الحساب للمخطئين بحيث أنه هو مش هي لا راضع لا راضع إنت لو إنت كنت حاسبت على الجواب ده كنت حتضطر حتحاسب برضو على إخفاء الجواب بتاع الشرط المشاركة في البطولات القادمة بالمناسبة في المادة الأولى عشان برضو حتة عدم الاختصاص وأنا أربع بأساذ قانونين أفاضل أجلاء لهم كل التأدير والإحترام أنه بعد إعمال كل هذه التحقيقات يدفع بعدم الاختصاص وإن ده شأن للجماعة العمومية للاتحاد نظام للأهلي روح أنت للجماعة العمومية لف عليهم بقى أقولهم إيه؟ بينما اللايحة المالية للسيد الوزير اديته هذا الحق الصريح ده حتى في الباب الأول في تحديد المهام الجهات المخطبة بإحكام هذه اللايحة عشان ما يتقلش إنه ده شأن داخلي للاتحاد مين المختمين بدول تشمل اللجنة الأولمبية واللجنة البراليمبية والاتحادات الرياضية وفروقها إيه رأيكم حتى يعني عشان ما حدش يطلع إنه فيه اتحاد محصن والفيفا وغير الفيفا ده الوزارة كده عملت ايه؟ يعني إذا كان القانون المعدل القديم إيه ده اختصاصات واسعة جدا اللجنة الأولمبية ده بيقول لللجنة الأولمبية وإنت كمان أنا رائب عليك إيه ده حتى حق الإهدار ما هو أصو بصو اللي حيحقق وهداء هو ده فيه خلاف على إنه هذه البطولة لها جائزة مالية ما فيش خلاف فيه خلاف على إنه الاتحاد الوطني محدد حق له بنسبة مقوية في الجائزة موجود ده مال عام ولا لا؟ آه مال عام جائزة محتملة تمثل حق مال عام آه الوزير بلايحة المالية الموحدة لحق الإشراف على هذا المال العام وعلى هذا الأداء الإداري في الاتحادات آلية فالدفع بعدم الاختصاص وإن ده شأن داخلي لا والبطولة مهمة لمصر هم قالوا مهمة جدا مصر تملك من البنية التحتية والإمكانات ما يؤهلها لده مصر لديها من التوجه العام إنها تسير قدما في الاستضافات الرياضية السيادة الوزير بيأكد على ده فهنا أرجوكم في حتة إن النادي الأهلي حقه يضيع حق الأهلي مثبت هو بقانون الرياضة وبلاحة المالية الموحدة أنا برضو مش فاهم هي أحالة إيه للجمعية العمومية طلبت أحالة إيه للجمعية إن الموظف خبت جواب قالك ده شأن داخلي يبتص بيه الجمعية العمومية لا التنظيم هي بتكلم على التنظيم أنا بتكلم على التدليس لو عرضت الجواب أنا ممكن تعرض الجواب وبعدين الوزارة مش عايزة تنظم أو الوزارة عايزة تنظم بس اللي تحدي يقول لها بس أنا الظروف ما تسمعش أو النادي اللي قال لي عايز ينظم فالتحاد يقول له لا خلاص ده حق الاتحاد بس ده ما حصلش أنت دلست أنت خبيت أنت أخفيت أنت كذبت عشان تبرر التدليس أنت حاولت تتزور عشان تقنن التدليس كل ده مين هيحاسب على ده وحيحاسب مين إذا كان مش وليد العطار هو سبب هذا الكلام قلولنا مين في الاتحاد وطبعوه على فكرة الجملة اللي المهندس عدلي بيشير إليها أنه البيان بتاع الوزارة أو لجنة الوزارة بيقول أنه بشان ما يصار أنه كان يتعين على وزارة الشباب الرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء ضد الاتحاد من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الدخلي للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في جماعيات العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 11 ما هو يا فندم أنا احتراما للقانون 71 ل2017 واللاحة المالية الصادرة عن الوزارة والمنشورة في الواقاعة المصرية بقول لي سعدتك حقك الأصيل في متابعة العمل الرقاء ورقابة العجور الإدارية من ساعة ما عادين ننقشه ايه هو الحق الأصيل يعني أنا روح لجامعيات العمومية اقول لا ايه فيه موظف خبع عنا جواب فما مكسبه يعني ولاش ما كي يقول لي يوم الثلاث يعني دي حاجات يعني يعني أستاذ برايم هو أنا هحيل ايه لجامعيات أنا مش بقولك حيل الاتحاد لم أطالب بحل الاتحاد فتقول لي والله دي شأن جامعيات العمومية أنا بطالب أن هناك تدليسا وكاذبا ومحاولة للتزوير حدست وانت تيقنت من الثلاث حاجات دون مين اللي حيحاسب بقى مين الجهة التي من حقها أن تتخذ القرارات الرضعة التي تحول دون التكرار وتدي الناس حقها مين مين يقولوا لنا مش ممكن تكون الجامعية العمومية الجامعية عمومية مالي حتقوله عضو في الجامعية العمومية يلجأ للجامعية الزهاية لا يقول لا ايه عشان تعمل تقولهم طب هو الظاهر المطلوب النادي الاهلي يبلغ النيابة بقى يقولهم شوفوا مين خب الجواب ولا ايه طيب هنا الامر واضح واعتقد حق الاهلي مش هضيع لانه دي حقوق لن تسكت بالتقاد وان تقعس البعض وان تخزل البعض وان اهمل البعض وان تعمد البعض وان اخفى البعض التاريخ لن يتقعس لن يهمل لن ينسى لن يغفل ان ناديا مصريا وصل الى نهاء دور ابطال افريقيا وغد الاتحاد الوطني اضطرف عن حقه القانوني في مسندته غدر به التاريخ ما بيرحمش احنا النهاردة في عشرين اتنين وعشرين بنقرأ ماذا فعل الاتحاد المصري لكورة القدم في وقعة حسين حجاز سنة الـ 28 اوقت تكونوا فاكرين ان التاريخ ده سهل التاريخ لا يرحم ابدا صدقوني قرار لوم قرار مش عارف قرار اداري قد كده يطلع يكبر لكن في النهاية احذروا فعلا عقاب التاريخ ده لا يسقط بالتقادم ابدا ولا بالتغافل ولا بالتدليس ولا بكل الكلام ده خاصة مع وضوح صريح النصوص سواء في القانون 71 لعشرين سبعتاشر اللي بيدي هذا الحق الاصيل في الرقابة المالية والادارية او في لايحة اللايحة المالية الموحدة في ابريل عشرين واحد وعشرين اللي بتدي السيد الوزير المختص الحق الحق الكامل بما قالك حتى بما لا يخل بالمسؤولية الجنائية يعني ده يروح الجنائيات هيروح بس بجانبها في مسؤولية ادارية عشروا قالها ستمائة مليون جنيات قالوا فيها ايه قالك لم يزبط ده لم يزبط بس اللي قال ده مين اللجنة اللي قال مين في ستمائة مليون مين الوزير الستاذ جامل علام الله اه انا مش فاهم يعني استاذ علام بيكذب معلش انا اسف ده مش رأي ده انت حضرتك قلت فيه ديون ستمائة مليون فالتحييب يقولك لم يزبط قالك اما بشأن ما اصيره من وجود مديونية على الاتحاد المصري الكرد قدم بمبلغ يقارب ستمائة مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لاعداد تقرير حول هذا الامر والعرض على اللجنة لانتخاذ اللازم القانون فصلوها بقى مش قالك لم يزبط اه يعني ده هيتعمل لها لجنة لوحدها وانا برضو مش ممكن اصداد جمال علام اصداد براهيك مش ممكن اصداد جمال علام حيطلع كلمة زي دي يسهل إثباتها إذا كان شافها يعني ما في حدود ان اجتساء الحد على ستويت انت شفتهم هم طلعين السلم بيقاملين ازاي مزقطتين قوي هم قالوا قالوا ان احنا جايين من اجتماع الوزير فخلصت فلما يتبعها هذا البيان اللي بيقول بعدم الاختصاص لا لا اذا فالإحالة للجميع للتاريخ نطلع الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن البيان الوزارة هنا هو بيثبت الخطأ الواضح على الإدارة التنفيذية للاتحاد وده بيقودنا الى سؤال هنا اذا كان البيان بتاع لجنة التحقيق اقر وثبت هذا الخطأ الصادر عن المدير التنفيذي اللي اللايحة المالية بتحمله المسئولية وبتخضعه لمسئولية السيد الوزير بشكل صريح هو واعضاء مجلس إدارة اي هيئة فبلاش يعني محاولة التنصل من المسئولية القانونية بتحددها نصوص القانون وايضا اللايحة المالية الموحدة لكن الحكام تلحزم امامك عضو مجلس إدارة في الاتحاد ومتحدث رأس مكان النهاردة لما سؤل من احد الصحفيين الزمل اللي حاضرين عن السيد وليد العطار موقف ايه قالك لا ما قدرناش ناخد حاجة ضده او بشأنه لانه في لجنة تحقيق لما تبقى تقول رأيها طب اللجنة قالت وثبتت وأكدت ها الموقف هيبقى في موقف نتابع ما الكابتن حازم ما هو عيده مجلس إدارة واضح تأثيره واضح ان هو يعني بس انا ارجو ما يكونش الهدف من تكليفه بالملفات دي عشان يقولك انا مش فاضي اسأله الإدارة يعني انا عايز بس الكابتن حازم عنده فرصة سانحة ان يثبت انه قيادة قوية قادمة سواء في الكرة المصرية او لنادي الزمال حد هذا فرصة ذهبية انه يظهر لنا صلابة موقفه في ازاء الانحرافات الادارية واذا كان تمت فساد لانه ما ينفعش خطابات دي حقوق ناس والله ستسأله امام الله عليها الجابات اللي راحت ضيعت حق لعيبة ونقلت حقوق للجهات مش ما ما تستحقهاش وكل التلعب اللي يكتشف لو مزيد من التحقيقات لكن هين ما بيتش انا مش هطلب مزيد من التحقيقات لانه واضح انه محدش يعني حيجي اقولك شاني داخلي عايزين بقى داخلي عندكم فرصة زهبية مجلس ادارة جديد عمل قرارات صح فنية كتيرة وان كنت مش فاهم يعني هم يعني دولارات نزلت عليهم فجأة لانه يعني واضطروا جيبوا كما قال الاستاذ جمال علام انا سألت المدير المال يعني ما عندي شيء قرار جيبوا جمهور اجنبي يعني هم جابوا حكم رئيس اتمسك بالشفافية المالية ومحاسبة دولاب العمل عن اي تعمد في اخفاء مستندات او تلاعب اقولك الاتحاد ده عمل ما فشل فيه الاخر طيب هو الدكتور يهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد من شوية بيأكد ان احنا حق الاهلي مش هيديع وما تقعسناش عن حق الاهلي وشكلوا لجنة منبسقة عن اللجنة عشان تدور مين اللي ودى الجواب وراح فيه والنبي كفاية عبس والنبي عشان خطري كفاية عبس كفاية يعني تلاعب بعقول الناس واستخفاف بأزهان الناس وانا لسه اشكل لجنة عشان اشوف وانتو لسه مصممين ان فيه خطاب ما لجنة لجنة خلاص ادانة ادانة الادارة التنفيذية ثبت الدو اكدته الله وانت اه قول انا ما شفتش الجواب ده ما خدش بالي منه وقلت مش انا المسؤول عن رفع الفقرة ايه اذا كان هو مسؤول اه ده انا بقولك هو انت جمال بايه انت عارف ولا ما تعرفش هو انت طلبت رفع التنظيم ولا اتزقلك الجواب هو انت كنت عايش تصلح ايه وما لحقتش ما انت محقق يا جمال بيتم حقق والنبي ايه الحق شوية يعني تقدر تاخد جزء من الارض المفقودة من المصدقية امام الرأي العام على الاقل وزا ما احنا بنقول هناك حق تاريخي لن يسقط لن يسقط ومش احنا اللي هنلاحق احنا خلاص يعني انما على فكرة على فكرة الاهلي لم يطلب ابدا سحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد وانا قلتلك كده عشان مش من اهدافنا اقالته ولا طالب بداه لان الاهلي طالب بسحب ثقة من الاتحاد ولا اشترت ده ولا اشار اليه ولم يذكره في اي مكتبات ولا انا شاف ان ده نجاح يعني انا بقولك شوف الغلطة دي حصلت ليه وهتلحق بس انت قلت ان فيه خطأ حصل واقريته ثم بعدت عنه وقلت شيء لدخلي ده بصراحة مش مقلع لا لا انا بكلمة على الاتحاد بقى الاتحاد قالك حصلنا التحقيقات والاتحاد بتقولك شأني داخلي طب رجعت لك الشايب خلاص الشايب معاك بس سعادتك بقى بتقولك ايه وقد ثبت مسئولية الادارة التنفيذية الادارة التنفيذية مستني ايه تاني وعندك كواليس وانت اللي عارف اذا كان الجواب ده اتزقلك ولا انت كنت تعلم بيه ولا ما تعرضش على المجلس طب ما تعرضش على المجلس ليه طب ليه كان فيه حرص انه تمضي ويطلع من بره بره وما حدش يدرى بيه هل لو نقش في المجلس كان الاهلي حيدرى في المعادل القانوني ومن ثم يقدر يطلب يعني فيه اسئلة كتيرة جمال بيه انت عندك فرصة سانحة انك يعني الاتحاد يغسل ايده من المسئولية دي انه يجيب لنا يجيب لنا اللي عمل كده وعمل كده صعبة مش دي ربنا جمال بيه مش دي تكبر الاتحاد مش دي ترجع الصقة للاتحاد عملتوا جراءات يا سيدي فنية بني قللكوا كويس وانا قلت مش عايزكوا تستقيل بس لو خبيتوا على اي فساد ده انتوا مش تستقيلوا ده انتوا تحسبوا ضع الحق لكن فعلا لا يسقط ابدا بالتقادم ده كان كلام في حديث الازمة بكل تفصيلاتها لكن يبقى الشأن الفني والكروي الكثير في الغربال عندما يطير الدخان مبارح كانت مباراة الاهلي واستر ني كامباني او الشرقية للدخان سيبكم ونترجمة لان احنا بصراحة الدورة بتاعنا بقى افرنجي اوي الشرقية للدخان تلعب او استر ني كامباني يلعب في يوتشار ويلعب فاركو ويلعب بيرامنز وكي ان احنا فعلا مش في الدوري المصري لكن ما علينا المباراة كان لها ظروف صعبة جدا ميستر بيتش موسيماني المدير الفني يمشي النادي يقرر تكليف الكابتن سامي ومسان بمهمة المدير الفني الاهلي يلعب المباراة منقوص تقريبا 12-13 لاعب الدوليين والمصابين ويحرم من لعبيه الدوليين اللي رجعوا ليلة المباراة من كوريا لكن ما كانش ينفع يلعبه الناس كتيرة قلقت على الاهلي مدرب جديد زي كابتن سامي ومسان شاب في اول مهمة ياخدها في الدوري ثم العدد الكبير اللي غايب واذا بيروح الاهلي وروح الفنيلة الحمراء ومسؤولية اللعيبة وكفاءة كابتن سامي ومسان تكون في الموعد ويقدم الاهلي عرض امتع به الجماهير جدا وطير به الدخان خالص وفاز بالاربع وكان ممكن يفوز بأكتر من كده افتتح حسين الشاحات الاهداف في الدقيقة خمسة وعشرين طاهر سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة واحد وثلاثين أحمد عبدالقادر الثالث في الدقيقة سبعة وخمسين والحاوي وليد سليمان في الوقت البديل بيسجل الهدف الرابع وفرس بن عفيفي أو عيفية سجل هدف استر الفوز ده يا جماعة رفع الاهلي رصيده به إلى أربعين نقطة من سبعتاشر مباراة فقط واستر نيكمبني في المركز الأخير بثلاثتاشر نقطة الزمالك بيتصدر باربع واربعين يعني الاهلي بيقل عنه باربع نقاط لكن القالي له ثلاث مباريات مؤجلة عن الزمالك بيرامز الثاني عنده تلاثة واربعين نقطة من واحد وعشرين مباراة يعني بيرامز أيضا له مبارتين مؤجلتين كابتن سامي قمصان كان يعني ده ملخص المباراة والأهداف كنت أعلق من كنت أعلق من المباراة دي مؤكد وانا قلت لك رأيي يعني طبعا فطرة التجهيز لهذه المباراة كانت يا شبه اضطرابات وغموط ونقص عدد وبتلعب غير الدوليين وحسنا فعل النادي قال ان مداش فرصة حد يتحجج رغم ان الرابطة طلعت قالك الاجندة الدولية انتهت وكل نادي يقدر اللعب كل اللعب وهنا لازم أشكر كابتن علاء عبد العال لو أن النادي الآلي أراد أن يحفز لاعبه بمليون محاضرة ما كان سينجح لو لا التصريحات اللي قالها الأستاذ كابتن علاء كابتن علاء قال لا قال يديانج ما لعبش في إشارة واضحة أنه لا أنا قادر على الباقي بس لما لعبش انتو عطونا فالنادي قاله خلاص احنا وعدناك تعال سامي أمصان وفرقته وكأنهم أرادوا أن يرسلوا رسالة ما احنا من شوية برضو كابتن علاء ما يصحش أنك كنت تقول ما ينفعش فلان يلعب رغم من لواح بتسمحله بتسمحله سببات حتى لو كنت جوا الأجندة الدولية أن فرقته ما عندهاش استدعاءات طب أنا ما عندهش استدعاءات ما لعبش إليه هو أشرب من شرق مش لعب كاس مصر ما استدعيش ما استدعيش لمنتخب ما استدعيش فلعب مع الزمالك ضد الداخلين وسجل نقدر نقول ما أنت لعب دولي لأ أشرب ما لعبش مش معقولة يعني ورغم هذا حسنا فعل وحسنا فعل النادي الأهلي وحسنا فعل سامي أمصان وفريقه لأن قدموا لنا مباراة بتقول أن الأهلي يستطيعنا تغلب على الصعوبات واللي ساعد على جمال المباراة مستوى وانا قلت لك الفرقة هتبقى متفرغة طول الفترة بتتمرن على الماتش ده بس بتدرسك وإنها تدعمت مع ناصر كويسة فقدموا ماتش كويس ومن حسن الحظ أنهم يقدموا ماتش كويس عشان نشئيك يتقلقوا نشئينك يتقلقوا مصطفى شبير طلع قدامنا دلوقتي كرتين في منتهى الخطورة والروعة والمرونة واليقزة ويعني جن على أعلى مستوى بشيء طلع على واحدة غلط لأن المدافع اللي حسها براسه فعدت منه وحسن عظم اللي وراه غطاه لكن لما تشوف أداء الحركة أستاذ إبراهيم بدنيا بسم الله ومشاء الله عليه وبإذن الله كابتن شبير ومتزعلش مني وأكد مش هتزعل مني حيث بقىك عد أيوب بس ربنا يقي شر الكلام الكتير وربنا يقي شر نفسه أنه ما يصدعش أنه لسه عمل حاج إحنا عايزيناك تقعد بقى لسن خمسين سنة بس تتواضع تتواضع شخصيته ما شاء الله أنا عجبني عجبني جدا وبيتعلم من أخطاء ودي فكرة برضو أنك أنت يعني هم من حيث القدرات وماشا بتاعته ماشا الله مهوب من حيث الخبرات هتيجي مع المشاركة إن شاء الله وحتى الكورة بتتشط عليه رايح مع كل كورة أي طيب ده بقى عن المباراة هو مكاسبها لأن الحياة كل اللعيبة كانوا في حالة جيدة جدا في حالة نشوة حتى فيه انتشاء فيه سعادة الكل بلعب حتى من الناحية البدنية كله خفيف وكله مبسوط شانا قلتلك الفترة الجاية دي فترة لعيبة تلك الفترة الجاية فترة لعيبة لازم اللعبة ديتو بقى عندها الإرادة أنها تتجاوز الأزمة وتقف مع الرجل اللي حمارنا وخصوصا لما يكون رجل عنده خبراته وفي نفس الوقت هو رجل مهذب يعني يتحب يعني يسمي أمصان في علاقاته عايز أقولك أنه أنا افتكرت مبارح حاجة أثبتت لي أنه الأيام عدت سريعة جدا في مطلع التسعينات انفردت أنا بخبر لرحلة أنت قمت بيها أنت وكابت محمد رمضان خلينا أقولك دعا تعرفت من محمد رمضان لأنه يوميا كنا متفين وروح مشوار فقال لي أنا رايح أنا والمهنس عدلي مكان رايح فين قال لي رايحش بين كوم مرداش يقولك بس لما خلص رجع قال لي جبنا لعيب كويس اسمه سمي أمصان من شبين الكوم وأنا انفردت بقصة ضم هذا اللاعب وهو تحت السن أعتقد راح المنتخب اللومبي مع كرول اللي بعدين لا ده هو قصة جبت شبين أنت ورمضان هو رمضان يعني قال لي فيه لعيب كويس اسمه سمي أمصان أه واخوه كان لعيب قديم وانا تواصلت كان محمد رمضان مدير كورة أه ولا في القطاع النشئ كان مدير كورة أه فقال لي طيب عايش مني ايه أنا مدير النادي لسه مكنش مسؤول عن الانتقالات قال لي لا يا حبيبي أنا أنا هشور لك وانت عليك الإجراءات تخلص فأنت قال لي بتيجي معايا قلت لجي ما حالك فين يا رمضان أه فقال لي لا أنا قلت لك بقى انت اللي بدي المهم تقديري كده تقييمي للأمر قلت أنا مش هقدر أنا عايز أخلص وأنا قاعد فروحت للإدارة المالية قلت لهم بدون شيك متوقع وعلى بيض عشان أنا حكت بالرقم وأنا قاعد بطفاوض وكابت الرمضان هيبقى موجود معايا لو الرمضان ما كانش معايا وحكت بالشيك قدامه أنا ما كنتش هقوله ما دون شيك على بيض لأن أنا خاف أكتب شيك ما يوفق عليه أهو أكتب شيك كان ممكن يوفق على أقل منه أي فروحنا فات علي عرب وروحنا على شبين وبعدين قال لي قبل من روحش بين هنفوت على البيت عنده عشان نقول أخوك خلي اللعيب أنا اللي قلت له خلي اللعيب ستاند لأن يجوز أحتاجه في أي وقت تحسبت لأي حاجة واللي تحسبته لقيته لقيت شخص مهم من أعلى الأندية المنافسة موجود أنتوا جايين في رمضان قال لهم أنا ماخد معاه قالوا بس ده فلان ده موجود دلوقتي فراغ أبو النصر لا لا مش مهم بقى الأسماء المهم يعني هو طب الحل قالوا طب هم موجودين في القضة دي نحن نروح قضة تانية أبا بس هنعمل إيه قلت لهم ولا نعمل ولا نساوي ماه مش إلا 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 صحيح وإن هل أخوه ما أخوه أخوه وإن سيا عارف أخوه كان لعب ومدرب كان مدرب ومصاب وإحنا عادين على ما جه سامي تاك 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 رحت مطلع الورقة والألم من الحوار والحديث رحت كاتب خمسون ألف جنيه وقعد فوق كده وأنا تحت ورحت مبريها لرمضان رحت أعمل كده رمضان كتبت لحين ما اتفقناش لسه رحت مطلع فهمت الليلة اللي طوبها اي يعني؟ من القعدة يعني ايه دا كابتن دا؟ قلت له الشيك خمسون ألف جنيه بعد ما جه الولد بقى وقال له لا أنا مش هلعب غير للأهل طب اكتب لنا هم قالوا له اكتب لنا اقرار لكن مش هتلعب غير للأهل وخلصت الليلة طب قالوا هم قبلوا الشيك ورجعت أنا وسامي ورمضان عن نادي الاهل وانا قاعد كانت الساعة وصلت أربعة كده بعد الضغن فانا قاعد لقيت تليفون خالد مرتاجي صح كان خالد في المركز كان ماسك الكاترينج بتاعة الأكل والشرب والمنتخب الليلومبي مع كرول مع عسكر هناك قال لي مستر كرول كرول عايز يتكلمك كابتن عاكل كرول فراجي يتكلمني قال انا سمعت ان اجبت لعب كويس وتزع الكلام دا دلوقتي سنه صغير لسه طازة اه هو كان مسافر مثلا انت بيتكلمني التلات مسافر الجمعة قال لي ممكن تبعتولي دلوقتي على الهل المركز الأولمبي قال لي ممكن تبعتولي طيب دلوقتي على المركز الأولمبي قال لي بعتولي دلوقتي ياسامي اطلع المركز الأولمبي مستر كرول عايز يتعرف عليك بالليل نزل التمرين واتمرن معهم تاني يوم الصبح لقيت كرول بيكلمني بيقولي انا عايز الباسفور بتاعهم خدوا والماتش دا اعتقد ان عصام الحضري اول ماتش له دا ولي كان منتخب أولمبي دورة ودفل قبل كسر الأمم بتاعها تربعة وتسعين ولعب هو سامي واعتقد ان كابتن حازم امام كان في المنتخب دا انا انا في الوقت دا وسامي امصان عمل هدف وجاب جون قسمنا تلاتة واحد جاب جون وعمل جون تعرف الدورة دي انا فاكر حوار ليه مع كرول قال لي سامي افضل من حازم بس الفرق بالاتنين انه حازم بيلعب في النادي منتظم فعنده خبرات هو كان سامي فيه زي عمر سماكة المهارة في الدريبلنج واسرع والنشوء يشوء بس سامي كان عنده ملكة التهديف كمان وطبعا على خلق وشخص المهم يعني ما عرفش ايه اللي فكرك بالحكاة دي انه سامي بقى مدير فني فهو يستحق الحقيقة الدعم واعتقد ان اللعيبة كانت على قلب رجل واحد ده اللي انا بقوله بقى طيب المونتس عدلي حكى قصة قربت على التلاتين سنة لكن بقي انه مياه كثيرة مرت في النار واصبح سامي امصان هذا اللاعب اللي تحت السن جابه المونتس عدلي من شبين الكوم مع الكابت المحمد رمضان اصبح الان المدير الفني للاهلي قدم اوراق اعتماده للجماهير وللخبراء مبارح وتحدث بعد المباراة نسمعه طبعا في البداية طبعا حichenة له شكر مستر مسماني على الفترة اللي قضوهه في النادي اهلي اللي احترم كل المدربين اللي مروا في تريق النادي اعمل بطولات مع النادي وهو استفاد على المستوى فني ومستوى اسم كبير زي النادي الاهلي اللي انت متقدم كبير فيه فاعتقد كل شكري دي produzت والطبع وأعتقدорошي أنا عن المستوى الشخصي برضو من الناس اللي انا لهم فتشر النادي لقد استفدت منه طبعاً فنياً وأخلاقياً فأتمنى له كل التوفيق طبعاً هو موسي وكابيلو وكاي فكل التوفيق له في فترة الجاية إن شاء الله وكل التوفيق للنادي طبعاً في فترة اللي باية حيب طبعاً أشكر كمان اللعيبة على الجهد اللي عملوه أداء الحمد لله على مستوى الروح طبعاً كان فيه شوية تصرع في البداية في شخصهم في شخصه الأولاني قدت اللي احنا يبقى عندنا مسبس كتير لكن التصميم اللي هم يحاولوا بلعبوا بروح بلعبوا بحماس بلعبوا عوزين عارفين يعني قيمة النادي الأهلي وتشارك النادي الأهلي فطبعاً بشكرهم عليهم الحاجات الثانية طبعاً المكاسب الحمد لله من المباراة كتير جداً بالنسبة لنا سواء عن مستوى النتيجة أو عن مستوى عودة اللعيبة لحالة يعني الفنية ورجوع اللعيبة بقالهم فترة كتيرة كانت مصابة زي بدر ومحمد محمود ووليد بقاله فترة كبيرة كانت غايب فطبعاً كل شكروا ليهم لكن عندنا تحدي جديد كل ثلاثة ايام أو اربعة ايام أتمنى إن شاء الله لحنا نستعد أكتر وأكتر وخصوصاً بعد رجوع اللعيبة الدولية معنا تدينا قوة وتدينا ثقة وتدينا مسؤولية أكبر لحنا إن شاء الله نحقق طموحه ومهوردنا وإننا إن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع الدوري لأننا نعرف إن الدوري بالنسبة للجمهور النادي الأهلي حاجة كبيرة جداً ولعيبة مقدرة كده فاتمنى إن شاء الله لحنا نمشي على نفس النهج دوات وربنا يكلمنا إن شاء الله المبارات القادمة كلها يعني الحقيقة نفس هذه متواضع زاكي بيشكر منصف بيشكر المدير الفني اللي أتاح له فرصة العمل وأشاد بنتائجه طبعاً وتحدث عن فرقته بالشكل المناسب نتمنى لك التوفيق كابتن في مواقعات من وقت طيب كابتن سامي شكر مستر بيتسو موسماني طب بيتسو موسماني في حواره مع صفحة الأهل الرسمية رأيه إيه في سامي نشوفه لا أستطيع أن أدفعه ربما يكون هناك طريقة طريقة مختلفة ربما يريد أن يفعله بشكل مختلف لأنه هو الوقت و هو الوقت و هو الوقت لكنني يجب أن أعرفه و أركه لك لأنه ليس محوظة بيشكل عالمي ولكن رأيه جيد أتمنى أن المشيقين سأعرفه لأن تأخذه لأنه يفعله و تفكيره و لأفعله الفترة وهو ده النادي الاهلي أما بهاية المناخ في جو صح بص يا سيد برايم ساعة الخلاف تكشف النفوس فدائما وأبدا في كل لحظة أو لحظة فراق لأجهزة مع النادي الاهلي بتكون على أرواع ما يكون صحيح لأنه فيه نادي حقيقي مش بيمثل فيه نظام يعني أنك تبقى حقيقي فما بتغلطش بمناسبة الحقيقي إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد في برنامجه على صدر البلد بيعتذر للنادي الاهلي كعضو في مجلس إدارة الاتحاد بيقول بنعتذر للنادي الاهلي وجماهيره بشأن عدم تحرك الجبلية في دعم الفريق في أزمة نهاية بيقول ما حدث إحنا بنعتذر للجماهير للأهلي وإدارته ما حدث خطأ ليس مقصودا بالمرة وبقول نحن ندعم الأهلي وكافة الأندية وما حدث ليس خطأ من جانب المجلس الحالي المنتخب للجبلاء أنتوا لسه مصممين أنه مش المجلس الحالي ما تعدوا لنقطة دي يا دكتور إيهاب الجواب جاي لك 19 يناير وانتوا انتخبتوا 5 يناير استلمتوا العمل 7 يناير والجواب 19 يناير بدليل أنتوا حاولتوا بعد كده كلام ناس آمنة العقاب آه آمنة العقاب طبعا خلاص مقف عدة بالنسبة لهم اجتماع الظهر حسوا حتنتع لأيه فراحوا بصلافة يقول لك تكليف وليد العطار بكذا يا أستاذ إيهاب أنت كتب حق إلى جمال الأهلي حق الأهلي لن يضيع حق الأهلي وكل الأندية لن يأتي وأنتم في هذا الاتحال باللي بتقوله ده أنت تقصد إهضار حقوق الأندية أوعى تقول لي خطأ مقصود خطأ مقصود لو الجواب كان راح زي ما هو في معاد متأخر للوزارة لكن أنت شلت منه اللي أنت عايس يشيله وإنت عرفت أن اللي هتعدي لأنه حيحول يعيني هتروحوا للجمعية العمومية اللي هتحسبكو فاروحتوا ضحكين أحمدك يا رب شرق البلية ما يضحك نطلع لفصل الكابتن سامي ومصان بكل سقة الجماهير والدعم الأهلاوي اللي بيلقاه بيدخل مع الفريق المعسكر الخاص بمباراة القمة 124 اللي هتكون الساعة التاسعة مساء يوم الحد إن شاء الله باستاذ الأهلي والسلام المباراة في الأسبوع العشرين ويديرها الطاقم تحكيم أسباني طيب هذه السقة اللي خدها سامي أمصان من مباراة الأمس ومن حفاوة الجميع به واحد من اللي تكلموا عن سامي أمصان كان مدرب ميدو ببقى أننا هل نتكلم على الزمالك ولقاه القمة نشوف رأي ابن النادي الزمالك أحمد حسين ميدو في سامي أمصان ده مساماني سامي الأهلي ومساماني خلاص يعني حقبته في النادي الأهلي خلصت والأهلي اسم كبير هجيب مدرب كويس هجيب مدرب عنده خبرات لسه مش هسبق الأحداث ومعنديش معلومات إن مين المدرب اللي هيكون موجود في الأهلي في فترة قادمة ولكن الأكيد إن سامي أمصان كانت سامي أمصان وهو مدرب على فكرة كويس قوي وأنا يعني بحب سامي أمصان جدا لما مسك في الحرس مسك عمل سيستم لعب وشغل لعب وراجل مدرب هادي راجل يشتغل مع مدربين كبار وهو دائر الميزة إن أنت تعين حد من ولادك يبقى موجود يشتغل مع مديرين فنيين أجانب كبار أنت بتبني كدر وبتربي كدر سامي أمصان واحد من النماذج المحترمة وشاب اشتغل على نفسه ملتزم وراجل مطلع وراجل سامي أمصان يعني حاجة نماذج مشرف الحقيقة طبعا ميدو أيضا بيشيد بكبتن سامي أمصان وعلى فكرة الراجل ده مرر كمدير فني حرص الحدود وصعد بيه صعد بيه دوري يعني مش 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 راجل هو يدي طيب يعني لكن لا الراجل واقف على حيله يعني طيب المباراة ساعة 8 يا جماعة ومن حد مش تسعة منسعد لأشار إلى أنه بيشكر الكابتن على عبد العيل إنه لو الأهل عمل اللي يعملوا عشان يحفز اللعبة لمباراة إستر نمبارح ما كانش هيجيب التأثير اللي عمله كلام الكابتن على عبد العال طب كلام الكابتن على عبد العال بعد المباراة إيه نشوف لا موقف محترم طبعا من نادي الأهلي كما عهدنا من مسؤولي دايما إنه التزم بالاتفاق رغم البعض كان بيقول إنه ممكن والجندة الدولية انتهت إنما موقف محترم من مسؤولي النادي الأهلي وإرتقورة في استبعاد أليو ديانج ملخص الكلام يعني هو طبعا موقف محترم وكل حاجة رغم إن كان ممكن تلاعب اللي أنت عايزه محدش يكلم ولكن الأهلي ما عندوش مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مش مكافلة لا طبعا ممكن المنافس عايز يستفيد من الموقف لكن أنت برضو يعني إذا كان قد تصور أنا الأهلي وعده فالأهلي التزم المسألة مش مسألة لوائع وقانونين بس لكن في نفس الوقت إن كان حبيبك عسل بقى ما يبقاش خواعد يعني فكرة موضوع ديانج يا جماعة كان فيه ثلاث أسباب عشان بس تبقى الأمور أوضح السبب الأولاني إنه فيه خوف من تراكم الانذارات لأنه كان خاد النظار يغيب مطشب خامل السبب الثاني إنه حس فعلا بإجهاد عضلي فكان ممكن يلعب فينصاب السبب الثالث التزاما باللي حصل لأنه هنا حصل خلاف ربطة الانذار المحترف أستاذ أحمد دياب طلع قال الأهلي من حقه إشراك لعبي اللعيبة الأجانب مداما الأجندة الدولية انتهت من حقه إشراكهم إستر كامباني دافع بحاجة وقال لك هنستخدمها وقت اللازم وقت اللزوم إيه عم قال لك الخطاب المرسل من الربطة للأهلي والإستر بيقول اللعبين الدوليين في المنتخب الوطني أو المنتخبات الأخرى فكده بيقول لك ما معناها إنه لو علي معلول رجع أو قاله ديانجي رجع أو بيرستاو رجع دول في المنتخبات بس كان رد الحج عامر حسين إنه خلال الأجندة الدولية في المباراة تاني يوم كان يقدر يلعبه طبعا سيبك بقى إنك أنت تطلع تستفيد بقى تم تريح تم تعمل ده حقك الطبيعة ده موضوع تاني يعني والإهلي ما لقاش فيه مبرر يستدعي إنه إحنا نصعد طب خلاص حاضر وبرضو دي بتعكس حاجة مهمة ثقة تكفي اللي موجود أي يعني هو البديل كان إيه ما تلعبت بكوكا أنت بتلعب بناشئ مكانه فيطلع بطل يعني يعني أنت بتلعب مش بناشئ بناشئين كذا حد حتى في البوزيشن ده يعني أنت بتشيل دي أنجفة بتحط كوكا ويتقلق ويدي لك يعني اللي أنت عايزه فالثقة دي مهمة جدا تحط سختك في اللعبة واللعب يشعر بسختك فيه ويبقى عنده قدر من المسئولية إنه يشرفك بس طيب واحد من اللي يتحطوا في هذا الموقف ويهام شاء المسئوليات الفنان عماد متعب رأيه في اللعبة في المباراة هو الكابتن سامي ومصان إنشو أولا هي دي الطريقة الأنسب لنادل أهلي 4-2-3-1 ده رقم واحد ده رقم اتنين لما يكون أنا متحمل المسئولية أو مدير فني جيت بعد مدير فني الأساسي اللي بيدرب نادل أهلي محتاج أن أنا ملعبش في الفرقة كتير رقم ثلاثة إن أنا ما عنديش العناصر اللي تقدر تخليني أو الرياحية اللي تخليني ألعب في الطريقة ألعب 3-4-3 لأنه عندي لعيبة مصابة عندي لعيبة موجودة في المنتخب مش موجودة فكلها عوامل بتجبر كابتن سامي أنه يلعب 4-4-2-3-1 ده دي الطريقة لكن في حتة بتاعت اللعيبة ودي أنا عايز أشكر اللعيبة عليها في وقت من الأوقات بتحتاج اللعيبة تقف مع المدير الفني وتساند المدير الفني في المباراة الكاس كابتن سامي أمصان كان هو المسؤول عن المباراة اللعيبة كانت رجالة في الملع في مباراة النهاردة في ظل الغيابات اللي موجودة كابتن سامي أمصان هو المدير الفني اللي بيقود الناد الأهلي في الفترة اللي جاي صحيح اللعيبة رجالة جوه الملع اللعيبة مجهود وضغط وإصرار ورغبة واللعيبة كلها مرتاحة اللعيبة كلها عايزة تعمل أحسن حاجة عندها بحيي كابتن سامي أمصان على أداءه في المباراة عايز كمان التاني والتالت والرابع هو ده الناد الأهلي شوف كابتن أمد طبعا يشكره ويحييه على صقته في نفسه وعلى احترامه للمسؤولية وعلاقته باللعيبة وأنا من الكلام كده تنبهت النقطة محدش ركز فيها خالص لما كابتن أمد قال واللعيبة كانت جاهزة اللعيبة كانت جاهزة ده احنا طول الوقت خايفين المسؤولي مش موجود وسامي أمصان لوحده وحيمرنا كل دول ازاي وحيجهزهم ازاي واللي رجعهم من إصابة لا دي نقطة لازم كلنا نتنبه إليه مدى إحساسه بالمسؤولية وتركيزه في العمل وده اللي أنا بطالب بيه كنت من زمان حتى موسيماني أما كنت بقولك مستر موسيماني ما ياخدش أجازة لأنه لما يمشي عندك الدوليين خلي اللي موجودين في حالة بدنية أحسن منهم وعندهم دوافع بحيث أن الدولي يرجع ملاقيش مكانه فالنهاردة دي تعاملت محدش ركز عليها يعني أنا نبهني الكابتن عماد ولكن لا ده ده عمل اللي كان الواحد بيتمناه طيب واحد من الخبراء والمحللين المنصفين دايما للأهل في قيمته الحقيقة الكابتن محمد عمر صاحب مقولة أو يمكن قبل ما ناخد الكابتن محمد عمر ناخد كابتن محمد فضل كابن من أبناء الآلي رأيه في هذا الأداء كنيات لعبة الآلي بانت 16 لعيب 5 زائد 11 النهاردة فائقين كله فائق وده زكاء من سامي قمصان أن أنت بحاول خلاص أنا لقيت المباراة مسعداني فبحاول أفوق اللعيبة فقمت منزل صلاح محسن أسست لواليد سليمان وليد سليمان جاب جون نزلت حسام محسن جاب جون نتلغى بفوق اللعيبة وده مطلوب جدا لأنه فوق اللعيبة بقى زكي المكاسب تبقى بدل ما تبقى نتيجة بس تبقى نتيجة وأقدر أكسب لعيبة وأداء أنزل محمد محمود مع نجاحه المباراة السابقة يبقى أنا دخل من ضمن اللعيبة الجهزة عندك نفس كلام متولي متولي دلوقتي كوكا زي ما كانت محمد عمر قال متولي وكوكا النهاردة اليوم دور كبير جدا المكاسب يتامر كتير مصطفى سبير النهاردة تقلق غير عادي التصدي لثلاث كرات ده يدر على رد فعل سريع المباراة اللي فاتت كان متقلق ما كان مع منتخب الناشئين وإحنا بنسمع عنه أنه فيه حارس كويس فأنتم عندك المكاسب دي كلها هتعمل مشكلة للأساسي الأساسي هتبتدي مش مشكلة إيجابية مش سلبية هتخلي الأساسي كله كله يدخل شنه هيرجع عارف أنه فيه واحد فائق صحيح والناس كلها دلوقتي هتتعاطف معي في النص الملعب هتلاقي فيه ناس كلها كله جاهز دي حاجة أنا شايفه أن ده النهاردة ما كسب بالجملة وأهمها سامي أمسون يعني إنصاف للمدرب وتاني لما قولك اللعبة كلها كانت فيئة ده نتيجة الشغل بقى البدني والنفسي طيب أنه يوصل لك اللعبة تنزل تقدي فيه مفاجأة سعيدة جداً لكل الناس اللي كانت تخايفة هو أنا منهم يعني فأنا تمنى له الطفيق والاستمرار على هذا واللعبة تساعده اللعبة تساعده بالالتزام والاحترام وبذل غاية الجهد ونشوف محمد عمر قال ليه الحياة فوز جي في وقته والنادي الأهلي استحقوا يعني وبناء عليه استعاد السقة الحقيقة بعد النتائج الأخيرة غير مستقرة يعني قبل مباراة الزمالك مهارضة فيه مكاسب كتيرة جداً لنادي الأهلي بعيد عن النتيجة هو زي ما قلنا واحد زي شوبير مصطفى شوبير كوكا محمود متولي عودة الحقيقة أو مكاسب كبيرة تساعدها النادي الأهلي في عودتهم بهذا المستوى يمكن مع اكتمال الحقيقة للعيبة الدولية للنادي الأهلي يعني أعتقد الشكل هيتغير تماماً لكن يعني هل اللعبة الصغيرة دي هتستمر وتلعب هي دي المشكلة اللي ممكن تقابل اللعبة الصغيرة دي اللي خبرتها قليلة لكن ممكن يعني مثلا رجوع الشناوي هيأثر أكيد على مستوى شوبير اللي أنا شايفه في تصاعد من المباراة المباراة بشكل كبير جداً يعني لكن هو في النهاية كمباراة النادي الأهلي الحقيقة عمل كل حاجة في هذه المباراة كان فايق بنغة الكورة كل اللعبته حتى البدن اللي بنزله حتى عفصان حسن بصرف النزع هدف اللي تلغى لكنه سجل وبالتالي قرى بالحياة من استعادة السخة فكل المباراة كل لها مكاسب لنادي الأهلي النهاردة نعم كلام ما بينش كتير عن كلام الكابتن فاضل وكابتن عماد ولكن هو ركز على أن كابتن شوبير بما قدمهم مصطفى بقى مانون شوبير يبقى مصطفى بما قدمه يعني بيهاشي بحرس مرمى محترم كبير ويعني بيقوله يعني ما تتأثرش قوي بعد عودة الكابتن الشناوي وهنا عايز أقول حاجة بقى يمكن رب ضارة النفاعة يعني من ضمن الملاحظات والتوصيات للجنة التخطيط وإدارة شركة القورة والكابتن الخطيب أنه كانوا عايزين استغلال فترات التوقف في عمل ماتشات ودية بكسافة عشان تعد الناس اللي ما بتاخدش فربما وندور على ماتشات تقيلة بقى عشان يلعب فيها العناصر دي ويفضلوا تحت الاحتكاك الجاد فربما استراتيجية النادي الأهلي تكون هي الاستراتيجية اللي تنسبنا المرحلة القادمة وينفزها سامي أمصان طيب الحقيقة برضو لا يغفل أبدا في السياق ده دور كابتن ساد عب حفيز كمدير للجهاز مدير للكورة لأنه فريق مدير الفني يمشي في وسط الموسم والكابتن سامي أمصان يمسك والمطلوب تفويق اللعيبة تهيئة اللعيبة عزل اللعيبة عن كل حاجة بتحصل السيطرة على قط اللبس في السيطرة والتهيئة والتحفيز لازم يحيى الكابتن ساد عب حفيز الحياة بلغ درجة عالية من النطج الإداري في المكان ده فلابد من تحييته مع كل أفراد الجهاز اللي اطلعوا بأسولياتهم وبمناسبة مصطفى شوبر مشيلي أنكون مدرب حراس المرمى الرجل ده كان في جهاز رينيف فيلر فوقع في غرام الآلي من أيام رينيف فيلر لمشي مع فيلر ولا مشي مع موسماني وفضل مع سامي أمصان بيأكد نجاحه من خلال الحراس لما عالي لطف بيأخد بنشوف مستوى عالي كأنه بيلعب باستمرار الشنوى حارس مصر الأول والأفضل في أفريقيا دلوقت ومصطفى شوبر ما شاء الله عليه وحمزة وأيضاً مصطفى مخلوف الاتنين كانوا في القايمة والعناصر الثلاثة الحياة أفضل من بعض الصعادية طيب رأي حارس بقى زي الهاني سليمان في مصطفى شوبر إيه نشوف مصطفى فنياً جون كويس صلوكياً كويس قدامه مستقبل كبير جداً يشتغل بس ويتمرن بس ووقت ما يلعب يلعب ويخلي الناس هي اللي تتكلم هي اللي تحكم عليه خلي الناس هي اللي تقول لا ده مصطفى جون كويس هو فعلاً جون كويس وموهبة كبيرة جداً على فكرة من الحراس اللي بتمرنوا معاه قالوا لنفس الكلام المتشاط اللي بيلعبها بيظهر بشكل كويس فأنا عايز أقول له أنه هو يشيل من دماغه حتة الضغوط اللي عليه بسبب أنه هو ابن كابتن شوبر لأنه هو شرف شرف ليه وشرف لأي حد أن يبقى والده كابتن شوبر دي حاجة ما تعبوش خالص لكن أنت جون اتعامل أن أنت ناشئ في النادي ملكش أي حد في النادي انسى أن أنت مش تنسى أبوك لأ انسى اللي أنت الناس هتتربص بيك بسبب كابتن شوبر انسى الكلام ده خالص أنت اشتغل وعمل اللي عليك وخلي الناس هي اللي تقول لا ده مصطفى جول كويس بس أنا مش أقول كلام ما أكتر من كلامك لأن أنت أنت قلت كلام أنا كنت عايز أقوله مصطفى أنت جول كيبر كويس جدا متحطش نفسك تحت ضغوط خالص وانسى انت بن مين واشتغل ومتحطش ضغوط على نفسك شادة من حارس بإمكانيات وقالك أنا ما سألت عد عليه إلا ما شكر فيه أتمنى يعني النصيح الحلو اللي قاله له اشتغل واشتغل بس ويسيب اللعب كلام كمان كلام ميدو انسى ان انت ابن أحمد شبير ما تخليش حد يبصلك من هذه الزوية خالص ابن أحمد شبير ينسى ان مصطفى مصطفى ايه العلاقة دي لان الحقيقة ان الكابتن شبير بيتحمل كثيرا من مواقف الناس الشخصية معاه صحيح مش منصفين يعني يعني وبتحملها برضو مصطفى وزنبه ايه يعني لكن اعتقد اعتقد ان شبير مدرك هذا واه اعتقد انه بيعمل كده ممكن يكون بقى طبعا ابنه بينصاح وبيشوف وبيكلم وفنيا هو شبير الصغير حاليا يمين من شبير الكبير يكلم كحارس مرمو طبعا طبعا انما هو بإذن الله يعني عندي وحسن ظن الجميع وانا ما امدفعتش بعد مضتش مصر السلوب ان انا اشيد بالكور اللي طلحها اللي ما شوفه في أكتر من الموقف المواقف اللي جاته في إسترين كامباني لو فيه كور لو دخلت ما يكونش حادي مومه فربنا يعني يخليه على هذا القدر من التواضع والتركيز والعمل الدقوب حيوبقى حاجة كويس طيب في أثناء أزمة الأهل الحقيقة في نهاية دور الأبطال ما في برنامج من التوكشو أو البرامج الرياضية بالذات إلا وأكدوا حق الأهل والكل أهل لك الأهل تظلم والكل انتظر إنصاف الأهل يا ترى هيكملوا ويواصلوا ولا هيطلعوا كلهم من بينها واحد اللي كانوا مهتمين بالقضية الكابتن سيف زاهل هنشوفوا دلوقتي مش في الأزمة احنا منتظرين رأيه إيه وهل الناس دي كلها يا جماعة هتعدل رأيها الأهل اللي تظلم والأهل اللي حصل والاتحاد اللي أخطأ والجواب اللي اختفى والتقاعص اللي حصل الكلام ده كله هيتدلت ويتشال ولا الناس دي هتفضل عند حقها هننتظر اللي موني الجايين لكن عن الأهل وغياب موسيماني والدفع بسامي أمصان الكابتن سيف زاهر ليه رأيه النادي الأهلي دائما وابدا ليه كاتالوج تشتد الزنا قوي تلاقيه الأمور تتقزم قوي تلاقيه تضغط لعبته قوي تلاقيه يلعب من غير مدير فني ويلعب بسامي أمصان مؤقت تلاقيه نادل أهل النهاردة قدم عرض كبير جدا قدم عرض رائع جدا أمام أسترن كومبني كان عايز يقول رسائل كتير الأهل النهاردة كان عايز يودع موسيماني عايز يقول أن الأهل ما بيقفش على حد سامي أمصان النهاردة الحقيقة يستهل كل التحية لكن عنده سبات كبير جدا خلال المباراة واضح كمان أن سامي أمصان نجح أنه هو يجاهز لعبته قبل المباراة بشكل كبير لعبة النادي الأهل النهاردة فيئة بشكل كبير جدا عدد كبير من لعبة النادي الأهلي نجوم ولكن النجم رقم واحد النهاردة في النادي الأهلي دائما وأبدا سابت ما بيتغيرش هو جمهور النادي الأهلي اللي هتف احتفل اتبسط دعم ساند والنتيجة انت كلكم شفتوها في الملعب سكت جمهور الأهلي على كده لا وكمان على السوشال ميديا جمهوره قصر السوشال ميديا بعد اللقاء لدرجة كل لعبة النادي الأهلي ترند جمهور الأهلي بيحتل تويتر بعد اللقاء حديث الناس النهاردة كلها على السوشال ميديا أن مصطفى شبير نجم كبير وهو نجم اللقاء يستحق النهاردة بصراحة أنه هو يكون نجم اللقاء يعني كابت السيف طبعا أضب شيء جديد أولا ابتدى بأن ده الأهلي اشتدي أزمة تنفرجي هو بيتعامل مع الأزمات ويطلع منها كسبان شخصيته وثقافته وطراثه وجيناته وكده وختم بأنه أضب بعد ما أشد بسامي أمستان واللعيبة أضب الجمهور والجمهور الحقيقة موقفه كان متباين في البداية الحقيقة أنا منبساط الشوية فيه ضغط على الفرقة الموقف العام كان فيه رسائل كتيرة في البداية وعشان كده أقول لأولادنا يعني ترياسوا وخليكوا واثقين في إدارتكوا ولعبتكوا بيزني اللي أكتر من كده ودعموا بقى اللعيبة وكلام بقى على السوشال ميديا واللعيبة كلها كل لعيبة الأهل تدعم يا جماعة ما فيش حد ما نستناش لعيب معين يغلط عشان نتكلم عليه لعبتنا طالما أنها موجودة وفي الملعب كلها تستعق الدعم وكلهم مخلصين والحمد لله وكلهم بي عايزين نحررهم الضغوط بقى لكن في نفس الوقت أول جمهورك ما بيشعر أن اللعيب عاملة اللي عليها لا بينسوا ويديهم حقهم ثلت ومثلت وبيبقى الجمهور الدعم المحب العاشق اللي بيغفر كمان إذا كان فيه حجم دايقاء إحنا عايزين كنت تفضلوا الجمهور العاشق المحب الذي يغفر ويمنح الدعم الصغ طيب قيمة الأهل الكبيرة ونجحاته مش حديث الداخل فقط لكن لما احنا شفنا نظرة الأشقاء في تونس وعبد الباقي بن مسعود المحلل للتونس الكبير إزاي بيقدر ويثمن موقف النادي الأهل تجاه الاتحاد الأفريقي وتصرف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تجاه الكاف شفنا ده تونسيا نجحات الأهل وموقفه حتى مع رحيل موسيماني لفت انتباه المحلل العراقي والنجم والكابتن ميثم عادل نشوف رأيه رحل موسيماني مخلفا وراءه ذكريات جميلة وأرث كروي لن ينسى كما ترك محبين وعاشقين ترك منتقدين وكارهين طبعا حاول الخطيب بمهارة الإدارية أن يلم الموضوع لكي يحافظ على استقرار الفريق ويستمر موسيماني على أقل تقدير إلى نهاية عقده أو نهاية هذا الموسم وبالتالي يتخذ القرار المناسب ولكن موسيماني خرج ببعض التصريحات والمناوشات في وسائل التواصل الاجتماع المختلفة ليجبر النادي الأهلي للرضوخ على طلبه في فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي ككيان لا يهتم لأي شخص أو لا يهتم لأي مدرب لأن النادي الأهلي في تاريخه وفي كل تاريخه لا يسمح لأي شخص بأن يتحكم فيه وبالتالي اللي ما يرغب في العمل مع النادي الأهلي يذهب ويترك النادي الأهلي ويحترم ويقدم له الشكر الجزيل لما قدمه من إنجازات لكن في خضم حديثنا هذا يبقى النادي الأهلي هو العلامة الفارقة في الكرة المصرية هو الحقيقة الرجل ده منصف ومحب لنادي الأهلي فطبعا لمس نقطة في العلاقات بقى الاحترام متبادل والتقدير متبادل وكل حاجة لكن لما بتيجي في لحظة هو مين اللي اللي تحكم في مين مين صحر القرار مفيش في صرف إنه لازم يكون الأهلي الكلمة في البيت للرجل البيت وهو بيتعامل برفق ولي وعد مع الجميع لكن بأدب لا يفرط فيه هو ده الموقف طيب في تونس شفنا التقدير التونسي للنادي الأهلي من عبد الباقي بن مسعود في العراق شفنا التقدير الكبير للنادي الأهلي من الكابتن ميسم عادل في الجزائر رئيس نادي وفاق سطيف الأستاذ عبد الحكيم سرار كان في ضيافة النادي الأهلي وزيارته ورقاء الكابتن محمود الخطيب والضيف الجزائري الكبير اتكلف سعيد جدا بوجودي في نادي مفخرة الأمة العربية يعني والإفريقية استطعنا نادي الأهلي ليس بالسند عبد الحكيم سرار هو من يقدمه كل العالم العربي يكن له الاحترام نظرا لما قدمه طيلة السنين والسنين ولم يفسد شيء أن الظهر لم يفسد ولا شيء في نادي الأهلي المصري بقى النادي دائع نادي الأهلي دائما متعلق ويبقى الأهلي كبير وكبير دائما زيارتي اليوم عادية جدا لأنني أصلا لدي مضغى أني نادي الأهلي المصري منذ الثمانينات يعني حصل لي شرف للعب كلاعب ضد نادي الأهلي في 1988 في نصف نهائي رابط التبطال إفريقيا قدت عندي دائما ذكريات لأنها كانت الانطلاق الحقيقي لوفق سطيف للدخول إلى المنافسات القارية حتى وصلنا إلى المشاركات في كأس العالم للأندي بفضل الله عز وجل ولكن أنا كعبد الحكيم سرار بقت دائما راسخة في ذكري ما اجته مع نادي الأهلي في السابق ونظر للتطور يعني كثير من الأسئلة يعني نقريت عبر كثير من صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض القنوات يعني فجأت يعني كل إنسان يؤول زيارتي إلى نادي الأهلي يعني يعني لا شيء ما على أسف الشديد يعني نظل أيخجل الإنسان أن الأخو يزور أخيه أو إنسان عربي يزور نادي عربي هذا شيء من سمات العرب وأنا من محبين نادي الأهلي يعني يقول لك صراحة وليست لغة دماغوجية أنا من محبين نادي الأهلي حتى وإن هزمنا وخارجنا من المربع الذهبي مع نادي الأهلي ربما لم أتأثر كثير لأن المنافس اسمه نادي الأهلي زيارة زيارة التوأمة يعني إحنا مقترحين دراس بلف أن تكون توأمة رسمية ما بين نادي الأهلي وفاقستيف عندها عدة بنود نظن يعني لما يكون الكابتن محمود الخطيب في أرياحية في الأيام القليلة القادمة رح تكون زيارة رسمية إلى الجزائر أظن بأن العلاقات في أحسن المستوى وجيدة ما بين الشعبين وحتى ما بين الحكومات وبالتالي علينا أن نخترم الفرصة ونخترب أكثر من بعضنا ونعطي مثلا لكثير من الأنديا ربما تتتعام من التوأمة مع الأنديا الكبيرة التي أعطت الكرة العربية والكرة الإفريقية أنا من كابتن محمود الخطيب يعني حسن لشرف نلاعبت ضده مبارا يعني في 84 سن ربما أنا محظوظ أصغر منه بعض السنوات على كل تحال ولكن يعني شيء الأكيد الأكيد يعني وشفته في الصحافة المصرية والصحافة الجزائرية كلهم يعني كأنها زيارة لأعداء أنا شقيق زر شقيق أخزر أخمم ولكن نضم بالنتيجة نترقبها يعني فكره الاحترافي وفكر النادي الأهلي وإسم النادي الأهلي والفكر تعي بكل تواضع والنظرة ربما رح نصل إلى نتائج جد وإيجابية في المستقبل القريب إن شاء الله أسألني أحد صحفي المصريين لماذا نقص بفاق سطيف للفوز بيرات بيت التبطى لإفريقيا لـ 2022 جوابي رح يكون جواب لك أيضا وقلت زيارتي إلى نادي الأهلي هذه المرحلة هذا هو الجواب لأن النادي ما ينقص هو موجود النادي الأهلي نادي الأهلي قيمة زاد محمود الخطيب فهمني نوعا ما في طريق تسير نادي كيف يتعامل كيف تداول المالية كيف الفريق يمشي شيء جميل وجميل جدا نوعا في قمة الاحتراف واليوم النادي الأهلي وصل لالاحتراف الأصلي غير المقلد الأصلي لنوعه يتماشى فكر المناصر الأهلي والمناصر العربي ككل يعني رح نزيد ونشوف الأهلي في السنين القادمة دائما مفخرة للكرة العربية وأنا جدا سعيد وأتمنى اللقاء بكم في الجزائر الشعب شوف لعيب في زيارة لعيب قال لك لعيبت ضد الكابت الخطيب واللعيبت ضد النادي الأهلي الثمانية وتمانين وأنا بس هقض حاجات كتير جدا أنا يعني بيسألوني زي ما نجحش في الفوز على الأهلي أنا ما جاءت الزيارة عرفت الإجابة نادي بيأخذ بأسباب الاحتراف نادي عريق يعني عايز يقول لك زي أعطى الأندية ولكن يستوقف نشيء مهم يا سيد براهيم ويتحدث عن العلاقات كيف أن الأهلي يرمم حسب تعبيرك العلاقات التي يفسد الآخرون صحيح كيف أفسد البعض العلاقة بين مصر وجزائر في مورات كرة قدم ولم يحسبوا إلى اليوم وماذا فعل الأهلي بتقديم النموذج الطيب من خلال مثل هذا النموذج المحترم جدا المتمثل في رئيس نادي وفاق سطيف في أن يرمم العلاقات ويدعمها وتبقى تؤامة بالمعنى الحقيقي العراق وتونس ثم الجزائر والاتحاد العماني أيضا وفد منه زار النادي الأهلي برئاسة يحيى بن محفوظ الكوليبي مدرب بنادي عمان وسلم بن طالب العجمي مدرب بنادي الجابورة وعبد العزيز منصور الريامي مدرب بنادي بهلاء الزيارة استهدفت من هذا الوفد اللي استقبله للدكتور سعد شلبي الاستفادة من قدرات النادي الأهلي وخبراته ليبقى النادي الأهلي دائما الحبل السري الرابط بين كل أشقائه العرب دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله أسبوع رحيان